يعني احنا كنا بدأنا التسلسلة دي في رمضان بدأنا ان بنقول فكرة ان المسابقات تساوي مجموعة من الخرص وكنا عملنا سيشن عن المسابقات الطلابية المعمرية والنهارده اول راوند للمسابقات المختلفين الحمد لله الحمد لله التعاون ما بين ثلاث مؤسسات وفريقه ونقابة المهندسين شعبة العمارة ونشكونهم جميعا على التعاون والنهارده عندنا سرس من المعمريين المصريين اللي بنفتخر بيهم دايما وبيشرفونا في كل مكان طبقا لتوالي متحدثين وكلهم اصحاب فضل ورؤية يعني دكتور مصطفى ربيع او في الشام بيسموه دكتور مصطفى خليفة تمام استاذ مساعد بكلية العمارة بجامعة بيروت وأكاديمي صدق مصر بجامعة بيوم وجامعة MSA ومعماري عالمي وصاحب فكر وتجربة في البرامترك ديزاين وأنا يعني شاهدتي مجروحة بكتور مصطفى لأن انا اكتغفت ان انا يعني هو ده الرسل في مرحلة مراحل بس اش عايز اكبره يعني تمام؟ وهو الحائز على المركز الاول في تصميم جناح مصر في بنالي 2020 ان شاء الله وربنا يوفقه ويكرمه ويكلمنا من بيروت النهاردة معانا الدكتور عفاف بادران مؤسسة مجموعة ضرب اللبانة ورائدة في العمل المعماري والتحفيز والمبادرات الاجتماعية ومشاء الله عليها استاذة خاضلة وليها يعني بصمتها في مصر وفي السعودية تمام؟ ومعانا وهتكلمنا النهاردة من انجلترا معانا المهندس المعماري المصري العالمي اسلام مشتولي هقول بقى ايه الفائز بجوائز كتيرة يعني عالمية ومحلية والمرشح لأكتر من جايزة حاليا ومشاء الله عليه نمسك الخشب يعني وخير زميل ومهندس بيعبر عننا جميعا في العالم كله وهم برضو من الناس اللي هو المهندس المعاذة ابو زيد اللي كانوا صمموا جناح مصر سابقا في بنانيا فينيسيا برضو والنهاردة الكونسبت بتاع الندوة ان احنا هنعرض التلات تجارب بتاعت تجارب مسابقات لتصميم متاحف او طاعات عرض او اجنحة او يعني شو رومز انتصون يعني ايا كان المسمى اللي هنسميه بالساينتفك يعني وهنعرض التجربة والفكرة والرؤية بتاعت السلاس معماريين الافاضل وده جزء من سلسلة زي ما قلت خراراتكم ان شاء الله هتستمر ويتكمل ونسأل الله التوفيق وانا بس هقول شوية تعليمات ايه اللي هيحصل البرنامج بتاعنا المتحدثين هيتحدثوا بالتوالي دكتور مصفى ربيع مع حفظ الالقاف طبعا دكتور عفاف بدران المهندس اسلام المشتولي تمام ثم بعد كده هنفتح باب المناقشة تمام اللي عايز يكتب السؤال يكتبه في الشات البرنامج ليا او للمهندس محمد زكي تمام من فريق اركستيس اللي عايز يرفع ايده ويسأل ويواجه سؤاله للمتحدثين او لأي حد بيعمل ريز هاند وبنديله الكلمة بالترتيب اللي عايز يسجل الأسئلة من بدل يعني بعد دكتور مصفى ربيع حد عايز يواجه له سؤال ارجو تتكتب في الشات واحنا هنطرح الاسئلة بالترتيب علشان نضيق الوقت وان شاء الله كلنا نستفيد من الأسدزة والزملاء المعمريين الأفاضل يعني يتناورونا ولو فيه اي حد عنده اي مشكلة يكتب لنا على التشات وفريق اركستيس او بيم اربيا ان شاء الله هيرد عليه والكلمة الان مع الاستاذ الدكتور مصطفى ربيع حد يا دكتور مصطفى السلام عليكم جميعا يا رب تكونوا بخير ان شاء الله انا اولا ابني مبدأ بس المحررة بعد النهاردة احب اشكر دكتور رحمة قارون على الدعوة الحقيقة ان انا يعني اتشرف ويوجودي معاكم ان شاء الله اكون حضرة مفيدة يعني ازن الله حبدأ اللي عمتون عشان الوقت من جهاز التنسيق الحضاري النهاردة ان شاء الله احنتكلم على المشابة اللي احنا شاركنا بيها المسابقة التي تعملت من جهاز التنسيق الحضاري الاختيار لعمل ممثل لمصر في بنالي بنيسيا 2022 بس قبل ما اتكلم على المشروع بتاعنا احبب بس اشرح لكم يعني ايه بنالي ايه هو بنالي الامارة في بنيسيا الحقيقة بنالي الامارة في بنيسيا هو حدث عالمي بيحصل كل سنتين بيكون 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 ليه باي سيم او موضوع عام الموضوع العام ده كل دولة من الدول بيشترك تحت الموضوع العام وبتقدم معرض لها المعرض بيمثل البلد وبنفس الوقت لازم بس يكون تحت السيم الثيم اللي كان للدورة دي للدورة 2020 السؤال المفروض هو التجاوب عليه هو يعني كيف سنعيشه معه اول تحدي كان بالنسبانا الحقيقة هو الثيم بحد ذاته لان الثيم هو عبارة عن شيء معنوي يعني هو معنوي غير محسوس غير محسوس بالمرة ازاي احنا هنقدر نعبر عن شيء معنوي بحس نحن نقدر نجاوب السؤال ده هو بشيء حسي طبعا احنا نازم نعمل زي ما احنا قلنا لازم يبقى فيه عرض قاعة العرض قاعة العرض دي تبقى تحت الثيم فالثيم بحد ذاته هو كان اول challenge بالنسبانا تاني challenge بالنسبانا كان اللغة اللي احنا هنعبر بيها طبعا هو طالما حدث عالمي وده هو الكثير بتشارك فيه فالمحفوظة من كل دولة بتتقتل المعرض بتاعها او الجناح بتاعها بلغة محلية يعني تكون نبع من الدولة بس بطريقة عالمية بصياقة عالمية تقدر تتفهم بسبولة من المجتمع العالمي ده كان تاني challenge بالنسبانا طالت challenge بالنسبانا ان احنا لازم نقابل فكرة حاجة اسمها originality of concept لازم يكون الفكرة جديدة ما تصابدش قبل كده او لو الفكرة قديمة بس تصاغ لصورة جديدة حلو؟ ده اسمها originality لو احنا قدرنا نحق التلاتة التلاتة كريتيرا دول ان احنا نكون تحت السين وان احنا نعبر عن شيء محلي جدا عن شيء مصري جدا ولكن صورة عالمية وان احنا الفكرة باعتنا تكون originality وتكون جديدة تمام؟ ده اللي ممكن يخلانا يكسب المسابقة اي مسابقة طبعا ليع مرحلة preparation ورحلة preparation كمان بتاخد وقت قوي جدا قبل حتى ما نبدأ من نسيج الفكرة فقرينا المسابقة كتير بعمق يعني قرينا ما بين السطور reading between lines وبدأنا نطلع key words وبعدين درستنا كل الاعمال المشاكة قبل كده في السنين اللي فاتت لازم ندرس الأعمال ولازم ندرس أعمال الفائزة كمان وليه اختروها وطلعنا منها كمان guidelines من خلالها قدرنا كمان نبدأ احنا نطلع الفكرة بتاعتنا بعدين كمان عشان نقدر نجاب على السؤال الصعب ده هاول وليف توجدر عملنا زي observation للوضع الحالي اللي فيه المجتمع المصري وده انا نعد انا والتيم طبعا عملنا brain storming عشان نقدر نبدأ بفاكرة حب بس اعرفكم بالتيم الاول التيم احنا اربعة اربعة مهندسين معمريين اول واحد معانا في التيم رياضي الحلبي مهندس رياضي الحلبي هو مهندس خريج جامعة بيروت العربية وكان من الطلبة المميزين جدا 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 الحقيقة كان هو طالب دخل مسابقات وكسب مسابقات وكمان بعد ما اتخرك دخل مسابقات وكسب مسابقات وان شاء الله هنتنبق له بمستقبل باهر يعني بعدين معانا كان عضو اساسي جدا في الفريق بانس عمر علام هو خريج جامعة MSA وكمان من الطلبة المميزين والحقيقة مش بس في العمارة ده مميز كمان في الفن يعني وكان لي دور مهم جدا 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 في الفكرة وبعدين هقولها بالتفصيل ده مميزين كنا مع الفكرة ان شاء الله ومعانا كمان محمد عصام وانس عصام برضو خريج جامعة MSA ومطلبة كمان المميزين وسافر معايا قبل كده كتير السامر سكول في روما لكن راح معايا مرتين وعنده كمان فاتح التشال فابريكيشن لاب الخاص بيه وبيعمل مكتات كتير ومشهور في مجال صناعة المكتات مهم هنبدأ دلوقتي نحكي على الفكرة وازاي الفكرة طلعت ومالورت لحد موصلت للفاينل اللي قدرنا نقدمها بيها وكسبنا المسابقة طيب هنرجع تاني نفس السؤال كيف سنعيش معاني الحقيقة زي ما قلتلكو احنا عملنا brainstorming وصلنا للنهاية ان الانسان هو محور الكون كله يعني الانسان هو محور الكون وهو كمان اللي بيتقام عليه كل المشاريع سواء كانت التخطيط او العمارة او الفن او الادب فهو الانسان فقررنا ان احنا نركز على الانسان وخصوصا الشخصية المصرية ووجدنا وجدنا في فئة من المجتمع المصري المحل الفئة دي سبحان الله عايشها في تناغم وفي سلام وفي رضا الحقيقة مش عايشة حاليا كمان ده من قديم الازل نفس الفئة دي هي اللي بتتعايش وبتندمك بغض النظر عن طريقة المعيشة بغض النظر عن التطور بغض النظر عن التكنولوجي بغض النظر عن المخططات والسياسات والمشاريع اللي بتتعمل سبحان الله هم بيتعايشوا بطريقة فيها تناغم شديد وفيها اندماج مع الواقع المصري تمام يعني قد يكون في ظاهرهم في مظهرهم الخارجي ممكن حد يطلق عليهم فقراء ممكن حد يطلق عليهم مهمشين ممكن حد يطلق عليهم عشوائيين ولكن الحقيقة بتناغنياء داخليا انهم بيحملوا في داخلهم معاني كتير جدا جدا محدش يقدر يحسها غير الإنسان المصري مش كده بس هما كمان بيشتغلوا أشغال في المجتمع لا غنى عنها يعني في المجتمع احنا ما نقدرش نستغنى عنها تمام؟ ليه هما أغنياء؟ لأنهم بيمدون بالحاجات الأساسية يعني بيمدون بالغذاء بيمدون بالخبز بيمدون بالطعام بالمواصلات بالخضار و بنفس الوقت شخصيتهم وتوضعهم بيقدروا يعني ينشروا الرضا والبركة والتناغم بين فئات بين فئات المجتمع كله كمان مش بينهم بين بعض بس لا ده بينهم بين فئات المجتمع كله حتى الزوار الأجانب بيجوا يندمجوا مع الفئات المجتمع البسيطة يعني عشان كده حبينا احنا نهايلايت زي ما بيقولوا الفئة دي من المجتمع و نوضح الجمال الداخلي لكل شخصية وهم على فكرة مش متشابهين هم فعلا كل واحدة فيهم مليئة شخصية مميزة ليها صفات مختلفة وبنندمج معهم هما بيندمجوا معنا في تناغم سبحان الله احنا سميناها في النسبة بتاعتنا او احنا سميناها في المشروط بتاعتنا التناغم مبارك يعني كان في بركة كده في التعامل ما بين فئات المجتمع بينها وبين بعض فزي ما قلنا كل واحدة منهم كل شخصية منهم يمكن يكون في ظاهرها متواضعة جدا ولكن هي في باطنها في داخلها يعني تحمل كتير معاني غنية من الالفة والمحبة والحكمة ففيها صفات والتواضع والمراح فيها صفات كتير مختفية خلف الظاهر للشخصية دي او للفئة دي من المجتمع وبعدين قلنا القوة بتاعت الفئة الفئة دي مش في الانديفيزيوليتي بتاعتها مش في الشخصية كل واحد لا ده اندماجهم مع بعض واندماجهم مع باقيات المجتمع واندماجهم مع المدن والقرى والشوارع المحلية اللي عندنا في مصر مش بس فئة المجتمع العالمي لما بيجروا يزوروا في مصر وازاي بيدوبوا يعني في النسيج المصري زي ما حدنا مع بعض فطلعنا من one in all المناطق الشعبية دي بيكون فيها حياة غريبة جدا احنا سميناها الحياة المباركة او العيش المبارك تمام؟ بيكون فيها بركة كده يعني بالبساطة من عند ربنا اكيد كلنا لعبنا في الشوارع والحارات المصرية في العيد واكيد كلنا لعبنا بالكلر الشراب يعني جميل جدا لما كنا بنتشرك اللعب مع بعض وكنا بتشارك النجاح كمان لما ندخل هدف ونبسط ونشجع دي على فكرة مش في مصر بس في كل اغلب دول العالم يعني ان الفئة دي بتقدر مع بعض يعني تقدر تعيش او تخلق السعادة من خلال النجاح في حاجات بسيطة جدا زي مات شكورة اللي احنا كنا نلعبه زمان في الحارة المصرية تمام؟ ايه كمان بنعمله مع بعض؟ ازاي الفئة دي بتشار مع بعض اكتيفتي المجتمع؟ احنا كمان بنشار مع بعض مش بس اللعب واحنا صغيرين او الاطفال وهي صغيرة في الحواري والشوارد احنا بنشار مع بعض كمان الاكل والصفرة في مواسم والغير مواسم لما يكون عندنا فرح مثلا لما يكون عندنا رمضان ومائدة الرحمن ازاي احنا كلنا بنقعد على تربيزة واحدة وازاي بينزل الاكل كامل وازاي بنقعد بأعداد كبيرة جدا احنا بنشار مع بعض مش بس اللعب زي ما قلنا حل؟ احنا بنشار كمان الطعام الاكل احنا كمان بنشار الفرحة يعني بنشارك مع بعض او بيقدروا الفئة دي من المجتمع كمان بالذات تقدر بطريقة ما تخلق الفرحة وتشير الفرحة بينها وبين البقين كمان احنا كمان بيحصل ما بينهم شيرينج للجوي بيحصل ما بينهم حتى شيرينج للخيث يعني للإيمان يعني احنا في الاعياد مثلا فبتلاقينا كلنا تحولت الساحات والمناطق المفتوحة اللي في المدينة في المدينة للمسجد كبير وكلنا بنصلي مع بعض ثلاث العيد والاعداد الغفيرة اللي بتنزل فقوة الفئة دي في من المجتمع مش في الانديبيدوالي بتاعتها لكن قوتهم ان كلهم احنا محتاج المجتمع كلهم محتاجها وان هم فعلا متعايشين في تناهم وفي سلام وفي رضا وفي بركة غريبة جدا 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 بغض النظر ايه اللي بيحصل حواليهم من تطور بغض النظر من السياسات ومن المخططات ومن التكنولوجيا اللي بتحصل فهما بيتعايشوا وبيقدروا يندمجوا بسرعة جدا باي طريقة من طرق العيش فحسينا ان السر او اللي هيقدر يجاوب على السؤال ده هو الفئة دي من المجتمع فمن هنا بدأت معانا الفكرة ان احنا ازاي نهايلايت الشخصيات دي من المجتمع المحلي فكأن احنا عندنا خط الخط ده لو قلنا على اليمين عايزين نعبر عن تاعت كل شخصية من الشخصيات دي البرسوناليتي الدايفيرستي لان هم كتير ومتنوعين وكل واحدهم بيشتغل شغلانة مختلفة واحد فيهم بيأكت بتفاعل مع المجتمع بطريقة مختلفة واحد فيهم محتاجينوا احتياج مختلف الدايفيرستي الانديبيدواليتي حلو وفي نفس الوقت عايزين من ناحية تانية من الخط ده نعبر عن لما بيكتمعوا كلهم مع بعض ولما بيكتمعوا بالنسيج المصري ولما بيكتمعوا بالمجتمع المصري ككل ازاي بيحصل ازاي بيبقى في strong connections ما بيننا وبين بعض ازاي بيحصل ازاي بيحصل engagement نعبر على randomness يعني نعبر على randomness والانديبيدواليتي قررنا نخلي البرتريهات في مأساة مختلفة random وال positions بتاعها مختلف كمان ارتفاع بتاعها مختلف بيقدر الزائر لما يدخل يقف قدام البرتريه ويتأمل فيه ويتأمل يحس ان فيه عمق في الشخصية ده ده كان على الناحية الشمال الناحية لمين بقى ازاي بقى تعمل وزاي نعبر عن وزاي نعبر عن وزاي نعبر عن وزاي نعبر عن كبيرة يعني حطينا فيها كل وكل التفاعلات وكل الحالات اللي هي بتحصل او اللي بيكون سببها الفئة دي من المجتمع وازاي بطريقة ما يعني زي ما اسمنا خط يمي خط كده وده سمينا على فكرة الخط اللي فلتصده سميناه الميرور لاين اللي هو كأن يمينه بيعكس حقيقة شماله والعكس صحيح حلو؟ اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي يعني اللي ساعدنا نعمل الفكرة دي ان اصلا قاعة العرض هناك في جناح المصري هي قاعة مستطيلة والمدخل بتاعها في النص بزبط حلو؟ فاحنا خدنا المدخل وامتداد المدخل ده راحنا عملنا الخط الفاصل اللي اسم القاعة يمين وشمال اوكي؟ وعملنا طريقة في الانترنس ان احنا نبدأ الستوري لاين طبعا اي قاعة عرض لازم يبقى فيها ستوري لاين بيبدأ من ناحية وينتهي في ناحية انت بتعمل قصة والزائر بيجي عشان يشوف قصة تمام؟ فعند المدخل عملنا طريقة كده ان احنا زي المجاز ان احنا اللي يدخل بيتجي ناحية الشمال على طول فبتبان عنده البورتري هات يعني زي ما قلنا ان احنا حطينا ناحية الشمال البورتري هات كل بورتري هاقوله فريم اوكي؟ واصدنا نصيب كريمات فاضية دي بتعمل مور انجاجمنت ما بين الزائر وما بين البورتري هات ساعدنا في عمل البورتري هات في طريقة البوك ارت هو المهندس عمر علام واللي ساعدنا كمان في عمل الدودل الكبيرة كمان هو البشوانس عمر علام يعني ان هو مشهور جدا بالدودلز واخد مسابقات طبعا كسب مسابقات في الدودلز قبل كده تمام؟ وبعدين حطينا في النص زي ما قلتلكم بالظبط الميرور لاين ده بس فتحنا جيت حلو؟ الجيت دي وانت في البورتري هات لو قفت عند الايتم الاحمر دي اوكي لو قفت عند الايتم الاحمر ده وبصيت كده هتلاقي ان اتحطت بعدين ترانسفورميشن جيت احنا سميناها ترانسفورميشن جيت اللي هو بتنقل الزائر مرحليا خطوة بعد خطوة من موضوع التوتالي راندمنس والتوتالي انديبيدواليتي ودايبيرستي ان المجتمع واحدة واحدة بيبدأ الفئة دي بتدمج المجتمع مع بعض واحدة 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 لحد ما بنوصل في النهاية للدودل العملاقة اللي بيبقى في اخر القاعة اللي فيها الاندماج التام والتوتالي انديج منتما بين المجتمع وبعضها البعض تمام؟ لو احنا بصينا ناحية الشمال ده السين اللي احنا شايفينه هو زي ما قلت لكم بورتري هات اوكي كل بورتري بيحمل شخصية مصرية من الفئة دي من الفئة المجتمع البسيط اللي احنا قلنا عليه وفي النص فيه الفريم احمر فاضي الفريم الاحمر فاضي ده لان احنا حبيين الزائر اللي يجي ممكن ياخذ الفريم ده ممكن يقف ورا الفريم ويبدأ يتصور فكأنه بيدمج نفسه بين الفئة دي من المجتمع او لو وقف وراه بيبدأ يشوف الترانسفورميشن جيتس كأنه بيسكوب اكتر على الدودل اللي في الاخر اللي حتتشاف في اخر الاكس ده الترانسفورميشن جيت دي هي اللي بتاخد الزائر مرحلة ورا مرحلة وحواليها على فكرة يمين وشمال بيتلاقي فيه مكتات المكتات دي بتاعرض كمان للاشغال البسيطة اللي بتحصل اللي بيعملها الفئة دي من المجتمع كمام؟ ولو لاحظنا هتلاح اللاقي فيه فراجمنتس كده نازلة من السقف الفراجمنتس دي هي مكسما بين الميرور شيتس ووايد شيتس الميرور شيتس دي هي مش total vertical هي مش نازلة vertical هي نازلة بميول شوية لان بتعمل بتعمل ايه؟ بتعكس شوية الزائر بتاعة الزائري الجوة البابيليون حلو؟ وكمان لها اهمية تانية ان هي بتعكس بعض البرتريهات البرتريهات الموجودة هنا بتتعكس فوق على الميرور شيتس اللي نازلة وكمان بتعكس الدودل اجزاء من الدودل على البرتريهات كأن اللي بيوصل ما بين الثليه لو رجعنا الورا هنا على السقف من فوق ودي حدبان في اللقطة اللي جاية اللي بيوصل ما بينهم ما بين اليمين والشمال هم الفلاينج الفلاينج فراجمنتس اللي نازلة من السقف تمام؟ وده التوتال سين الموجود الجيت الريد 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 فريم اللي هو بياخد تصال بصري من الجزء اليمين لحات الاخر خالص اللي هيقف هنا هيشوف كل الجيتس بيقول حد ما يوصل للدودل والفلايين فراكتلز اللي لازم من فوق اللي هي بتعكس جزء من الدودل من هنا وبتعكس كمان جزء من البرتر حلو فاضل اخر حاجة عايز اقول لكم عليها الرسالة يعني طبعا كل جناح عرض بيعطي رسالة الرسالة اللي احنا حبينا نوجيها للمجتمع العالمي وللزوار العالميين والمخططين وصناعين قرار انهم يهتموا بهذه الفئة من المجتمع ويأخذوها بعين الاعتبار في مخططاتهم المستقبلية وسياساتهم ومشاريعهم المستقبلية للتنمية وهكذا لان عندهم يكمن سر العيش في سلام وتناهم وسعادة التامة والتأكيد الموضوع ده تأكيد الرسالة دي قررنا احنا كمصممين ما ما نشرحش الفكرة دي او ما نقدمش الرسالة دي احنا كمصممين احنا اخترنا شخصية من الشخصيات من هذه الفئة تمام وهي بقاعة الخبز وهي شخصية اساسية جدا ومتوضعة جدا وبسيطة جدا ولكن واخترناها اللي هي تتتلم بعمق شديد وتبعث الرسالة للمجتمع العالمي او بمعنى صح للزائرين للجناح المصري وتكتبت في هيئة منولوج المونولوج ده تم اكتبته بعناية جدا وبصيغة فنية بحيث يوصل الرسالة دي بصورة فنية يعني بتقول للزائر ان هو ينظر ليها ومش ليها هي بس لكل الفئات البسيطة في المجتمع ينظر لها بنظرة اعمق شوية ما يبصش للظاهر اوكي بتطلب من صناع القرار والسياسيين والمخاطفين والمعماريين والمصممين ان هم عشان لو حابين ينعموا بعيش في سلام وتناغم في المستقبل ياخدوا الفئة دي في الاعتبار داخل مخططاتهم ومشروعاتهم وميبقوش مهمشين يعني هسيبكو تسمع رسالة من بقاعة الخبز في الفيديو اللي جاي ده اللي بيعرف اللي بشرح اكتر كمان فكرة الجناح المصري بعد الفيديو هو الفيديو بالضبط 3 دقايق 14 ثانية بالضبط بعد الفيديو معنا كده ما كنش طويلت عليكم واسبكو مع الفيديو ان شاء الله اشتركوا في القناة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ده هي مسابأة الخدس على سنة السياة بلاء الحلال وكان اخترحها المهندس حمدي ستوحي واطلقتها هيئة المعماريين العرب اللي أنا هقدمه هو Cultural Features and Landmarks for a Liberated Jerusalem واشترك معايا تيم بصراحة يعني رائع أصدر راشا جابر ومحمد الهواري ومحمد الزكي وقيا المريجي وزينا قحون وعلي باسم أسامة علام كأرتست رسمت رسومات كتير عن القضايا الفلسطينية وأسامة معروف وداليا وليد كفيلم أدتين ولارا واكد ودارين رفت وأحمد عمارة يعني أحمد عمارة كان لأسف راح للجيش بس هو من الناس اللي بدأوا معانا المسابعة دي الخريطة اللي احنا اشتغلنا عليها وأنا جايبة خريطين خريطة الأول اللي هي الدولية بس هما ما يختلفوش كتير غير في أسماء الشوالي وعشان كده أنا ما حابيتش أرجع للخريطين سأنا بقوارد بس المسار اللي احنا اخترناها وهنا تبتشوفوا اللي هي الخريطة اللي باللغة العربية وأسماء شرعة كلها باللغة العربية المسار اللي احنا اخترناها لشان نقطع عليه عرب المتاحف أو لاند ماركس هو بيبدأ من عند بوابة هي الشيء باللغة المجمع الحكومي اللي في القوتس اللي هو حاليا الإسرائيلي اللي في الكنيسة دي لآخرة أم أشرف أحرف 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 أموما إن شاء الله أعرف موسيقى وبرضو بلغوني شايفيني ولا أموما وبتحرك معك ولا أموما الصور شغال يا دكتور بس الصوت هو اللي بيعطع شوية أم لا هو ما فيش صوت في الفيلم ده هو الفيلم ده المصد كان منه خذ حضرتك اللي بيعطع أم اوكي كده أحسن يا دكتور كده أحسن كده أحسن إن إحنا نخلي المبنى ما نهدوش بس نعيني استخدامه إنما اللي إحنا ركزنا عليه ككوانتربيوشن جديد هو الدباد من أول يافجيت عملنا كي تاور أند مارتير مموريال وعملنا الميزيوم الفالسطيني الفالسطيني اللي هو مدحف في المعاناة وحديقها اسمها جوروسيل ستوري بارك اللي هي المحكة وبعدين في طريق البالسطيني اللي هو مصار للمقاومة الفلسطينية وبعدين عملنا بيس أكاديمي وميزيوم فيه كمان عملنا باسم بالسطين على شكل حدود فلسطين وعملنا مش عارفة هي باينة هو فيه الجزء اللي تحتاني في الصورة بطاية طيب هو أنا ممكن أعمل حاجة إن أنا هرجع تاني بقى مش هخطها لل ممكن ما تعمليش F5 أو التباري بتاعة الباوربوينت أيوة سويني أعرفة كيداك سيئة؟ ألا؟ هل كيدا مناسب؟ كيدا مناسب كيدا مناسب حسنا 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 وهنا فيه الميزيوم التراس الفلسطيني بكل أعوده ومتحف للاكاذيب والحقائق المشوق كله تقدم حسنا حسنا واضحة يا دكتور واضحة تدربte حسنا ده المشروع ليتقدم مش هنتناول كله احنا هنتناول لعدد من المتحف اللي نحنا شعرنا إنها مهم مع عرضها في الويتشوب الحالية أول حاجة هنكرم لي بسرعة هي المتحف القضية الفلسطينية ومتحف المعانين الفكرة منه إن عمر ما شفنا إن القضية الفلسطينية طرحت من خلال المتحف يظهر بإيه تاريخ فلسطين وإيه المعاناة اللي تكباتها شعب الفلسطيني على مدار المئة سنة اللي فارس في الوقت لو أي حد بيكلم على بينكر معاناة الهولوكوست اللي حصلت في الهولوكوست بيعتبر أنتي سيماتيك ما عليش أنا عايزة أربع تاني للعرض بالطريقة العدية عشان سهولة النقلة من إن شاء الله يبقى ما فيش مشكلة أنا حنا بزهر بعض النماذج للهولوكوست ميوزيونز اللي تعملت طبعا هو فيه أكتر من سابق هو مش سابعين هو أبتشلي سابعين متحف إنما في حاجة اسمها ميموريالز فالميموريالز دي بتتحط في كل مكان اللي احنا شايفينه دول متحفين واحد في برلين واحد في كندا طبعا هم فيه استغلال لنقطة الضعف بإنه يخليك تمشي على صفائح على شكل وجوه بتتألم تقوم قريدي تحس إنك مزنب ده برضو هنا دي ميموريالز ميموريالز دي ممكن تبقى سكلبتر بس محطوط في أي حديقة وتلاقي إنها مثلا سبع تمانية في كل مدينة في الدنيا علشان دايما يبقى فيه تسهيره بالهولوكوست هرجع بقى للقضية الفلسطينية وهقول إن لإن مافيش متحف يتعامل لمعاناة الشعب الفلسطيني أنا ركزت في الجزئية دي على حادثة كلنا قرنا بيها وهي مقتل محمد الدرة في سبتمبر 2000 تحت وطقة الرصاص اللي كان بيركز وبينطلق من عدة جهات بغية ما أصيب هما أصيبوا الاتنين الأب والابن فس للأسف هو الابن توفى رغم محاولة إنقاذ الوالد وكلنا عارفينه فدي كانت السكتش اللي طلع وده كان التصور إنه يتعمل نفس الفوزيشن بتاع الأب اللي بيحاول يحتضن ابنه ووراء الحائط وبيحتمي في هذا البرميل اللي احنا خلينا كل الأجزاء دي البوديوم والبرميل والحائط يكملوا المتحف اللي احنا بنتكلم عليه لو تلاحظوا إن الفاتحات العشوائية هنا بتمثل ضربات الرصاص اللي كان بتطلق عليهم والبرميل اللي هما بيحتموا فيه برضو فيه كسر من هنا زي دي عشان يبين إن حتى البرميل اللي بيحتموا فيه فهو ما هوش حامي بشكل كافي دي العقطة تانية عند مدخل المتحف حاولنا إن احنا نخلي الناس اللي دخلها تبقى حاسة قد إيه كل يوم في حياة الفلسطيني كان بيتعرض للخطر وللفرت والسترس نتيجة إن دايما فيه سنايبرز ممكن إنهم يقتلوا يقتلوا فحطينا التماثيل الستة جنود اللي انتوا شايفينهم دي تماثيل مش حقيقي بس عشان يدوا إحساس اللي داخل المكان يعرفوه بالسترس اللي بيخده الفلسطيني ده الشكل المتحف من فوق ده بسرعة كده برضو كان من السكتشز اللي بتبين الحركة زي إن فيه صالة كبيرة اللي هي فيها كل المعاناة من سنة 2000 لغاية حالياً وبعدين متقسم history of Palestine وبعدين حقب مروراً بالنكسة 67 وبالانتصار 73 وما قبله من حرب استنزاف إلى آخره عند الخروج من المتحف فيه برضو يعني مجسمات لدبابات بتقابل اللي خارج برضو عشان تذكروا بالفرت الأزل اللي بيتعرض ليه الفلسطينيين طبعاً البوديوم مش بس هو اللي متصمن حتى السيلندر أو البرميل اللي احنا شايفينه ده دي كتلة كلها عرض داخلي فيها صلاة virtual reality وفيها اكمالاً لحاجات تعيزة spotlight الحائط الخلفي ده اتعمل مكتبة ومدارس للصغيرين وللكبار عشان يتعلموا تاريخهم ولغتهم وتراثهم طبعاً لما بنقول كبار أنا ما بقولش جامعة بس فيه ناس كتير قوي فاخدت فرص التعليم بسبب بسبب الأحوال الغير مستقرة فكان ضروري توجد لهم مكان يعلمهم بسبب الأحوال الغير مستقرة فرص التعليم بسبب الأحوال الغير مستقرة فرص التعليم بسبب أمأنني شوال الغير مستقرة فكان الغير مستقرة فثلا الغير مستقرة فديث فيها الغير مستقرة فحام 2002 الغير مستقرة فحام ثقافة فنقات صوت هو أستاذ دكتور راسم بدران لكل صح يا شباب المفروض هو موجود معنا أي دكتور هو موجود دكتور راسم حضرتك منوارنا أهلا أهلا مواجهة حسنت حسنًا حسنًا أول ما تظهر عندكم ممكن تظهر فيه حسنًا طبعًا الخلفية للجزء ده كلها LED screen علشان تظهر تبقى كشاشة عرض لأن فيه في الكورتيارد الأوسط في الميزيم ده مكان للناس إن هذا تفرج على ده غير إن الترس نفسه ممكن يستغل بالنسبة للمتحف معاناة الشعب الفلسطيني طبعًا بيبقى فيه إسقاط ضوئي على أساس إنه يبقى يعني بيجذب انتباه من على مسافة ده هنا بدخل المدخل ثاني للـ لـ علشان أعمل مصار للمقاومة الفلسطينية ده شكله من فوق وهنا واضح إنه هو نارو باث وهاي وولز وواخد هو شيل بس واخد الكسوة بتاعته بشكل الحجر المفروض الأدسي وده طبعًا هيعرض المقاومة بكل أشكالها سواء كانت من خلال الأطفال أو من الكبار رجال أو نساء هنا فيه المحكة اللي هو حديقة مفتوحة open لكل الناس من غير أصوار no barriers بس بتواضح الـ stones اللي هي أصلاً كانت من أسباب أو من الوثائل الـ popular للمقاومة والمفروض إن الحديقة دي فيها فيتشيرز مختلفة من ضمن الفيتشيرز اللي احنا مقترحينها في هذه الفارك لقطة لـ stone walls أو brick walls معمولة زي الليجو فيها زي لو تلاحظوا فيه ست حوائط واقعين بس فيه حائط تدير صد بس ما صدش لوحده صد لإن فيه ستة واقفين وراه صد في الاتجاه المعاكس وأنا كنت بحاول أرمزه دكتة في الـ report لإن لو فيه قوة بتدفع من اتجاه لو في الاتجاه الآخر كان فيه support لشعب الفلسطيني كافي هيفضل يقاوم وياخد حق ده متحف للتراث الفلسطيني وأنا كنت بنيها على على الـ fractals اللي هي ممكن تبقى وحدات بتتفرع لوحدات بتتفرع لوحدات إلى ما شاء الله وده لي يعني كان هدف مش بس التراث التانجبل لا كمان الـ intangible ويبقى فيه أجزاء خارجية يقدر يبقى فيها عروض بس يفضل يمتد بكل أوجه التراث الفلسطيني التراث البلد مش بس هي اللي منهوبة لا ده حتى تراثها بيوناب فده مهم جدا إن التراث ده لي يعني tool في التولز اللي المفروض تستخدم آخر متحف في المشروع بتاعنا كان متحف الـ fact manipulation and truth المتحف أنا لطة دي بس عرض للحاجات اللي ممكن كانت تبقى موجودة في المتحف ده من أول وعد بيلفورد اللي بيوعد إن انتوا هتبقوا هتكونوا موجودين هناك بس هتحافظوا على حقوق الشعب الفلسطيني وهو أصلا بيعد بما لا يملك وحتى لم يلتزم بأي عهده وعمره محمى أي حق الفلسطيني فسما كان سما علام من ضمن المشاركين معانا كانت عملت تصور جميل أول إنه فيه زي بيتقال كأنها هيلبسوه اتنين أو هيدفوه اتنين وبعدين في الآخر شخص بيستول عليه لدرجة إنه حتى مستعد يمزهه عشان ياخده الوحده برضو من ضمن الحاجات اللي معروضة في المتحف الأكاذيب اللي هو بيعرض الحقيقة من الجهة الأخرى زي ما احنا شايفين الحدث بتاع محمد الدرة في الوقت اللي احنا شايفين قدامنا الصور ناطقة في الناحية التانية بيقولوا إن لا ده هما ما شفوش الشخص ده وهم ما ماتش أصلا ده كانوا بيمثلوا وأول ما بيخلصوا تمثيل بيرجعوا تاني إلى آخره من الأكاذيب فإحنا كنا بنحاول في عمل المتحف ده إن إحنا نظهر كل ده والديزاين بتاع المتحف ده أنا هقوله باختصاره عشان إحنا خلص خلصنا هو عبارة عن أدوار ست أدوار متراكبة بس ولا واحد فيه مراكب بالضبط فوق التاني اللي هو إحنا حسينا إن لا زي بالضبط الكثير ما تركبش على بعض فيبقى الأدوار برضو لا بتتناغم لا شكلا ولا خامة ولا موضوعا ولا أي شيء التكشير مختلف طريقة الستركتشير بتاعتها مختلفة حتى في بعض الأعمدة تلاقيها نزلة من الأطراف اللي هي زي ومش وصلة حتى لغاية الأرض يعني بايسلس فده كان الديزاين بتاعه كان بيهدف بتوضيح ده وطبعا اشترك فيه راشا بجاهد راشا جابر بشكل جميل جدا هي وزينة الطحون الفكرة طبعا بتنبع من النقاشات والأبحاث اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده إن دايما أي مشروع بيبقى فيه أبحاث طويلة جدا قبل ما بنحط خط فيه آخر حاجة هي ماتحف السلام وده كانت فكرته بسيطة جدا احتمال يكون اللوجو بتاع المسابة أصلا أبحاننا بيها وهي إن احنا أخذنا شجرة الزيتون وأخذنا الحمام وفرغناها في الحائط بتاع معهد السلام وإحنا لما بنقول معهد السلام أو أكاديمية للسلام ومتحف لي بنقول ده علشان إن الدولة دي لا أو القدس اللي هي عاصمة فلسطين مش هتبقى بتكرث للحرب إنما هتبقى بتكرث للسلام دي حديقة اللي أنا اتكلمت عليها في الأول وده كان أنا أعتقد جهد مشترك بين زينة الطحون والأستاذة راشا جابر إنها إزاي الحديقة المركزية تتعمل على شكل فلسطين على إن فلسطين دايما هتفضل كاملة عمرها ما هتبقى شكرا ألف شكر نشكرك يا دكتور وإن شاء الله فلسطين تفضل كاملة غصبا عن عينهم خلينا في الفعل وليس الله بالفعل إحنا انتقلنا من نذكر أستاذ بكرة عفان بدران ونرحب أستاذنا المعماري الأهضني الفلسطيني العالمي أستاذنا بكرة عفان بدران نوطنا ومشرفنا وهنطيح لكل الحدور يتفاعلوا محركتك بعد أكثر البرسنتيشن لجميل العزيز والمعماري بالبصر الرائع المهندس الإسلام المشتودي هننطقل من الأرض المباركة إلى عاصمة الفيدي وتجربة جديدة ومختلفة مهندس الإسلام معنا أيها المهندس الإسلام بيكملنا النهاردة عن تجربته في تصميم بغداد ومسابقة سائلسة من جميع المساعدات التي نعرضها النهاردة أستاذ بكرة عفان بسم الله الرحمن الرحيم أولاً أحب أن نشكر طبعاً الدكتور عاصم بدران على حضوره أنا دائماً بنوصف عاصم بدران في تلمسين المعلم والمعلم في نفس الوقت يعني بضم الميم وتسريحها وشكراً جلازين على إيطاحها وأحب أبارك للدكتور المسلوقة على الفلوس بمال الأمورة السينادي إن شاء الله التوفيق بإذن الله وإن شاء الله الظروف تسمح كده ويتموا العمل بإذن الله الشاهد من دكتور راسم بدران كان هو رئيس لابنة تحكم لمسابقة بجداد ديزاين سيمتر قبعة كانت مسابقة تحت مزولة تمييز فئة المرحوم رفعة الجدر وصدقاً يعني مش عشان دكتور راسم بدران حاضر أنا يعني أي مسابقة دكتور راسم بدران بيبقى فيها محكم أنا دي أكتر حاجة تحسيني أنه لازم يخش يعني إيه اللي بيخليك تخش مسابقة أن أنت الموضوع يعني يهمك وثانياً لجنة التحكيم تحس أن أنت أكيد هتتعلم لما تشارك سواء فوسط أو خسير فهي الفكرة مش في المكسب أو خسارة الكيس بتاعت المسابقة أنه كان طبعاً نعرفين بعد الغزو الأمريكي للعراق أنه طبعاً في مباني كتير تقدمت في الوقت ده وطبعاً المشكلة في الحرب دايماً أنه مفيش حد بكسبانه يعني هو مش بس المباني هي اللي بتتهدم لا ده أنت بتتحدم ثقافات وشعوب وحضارات يعني ضربة في عمق التاريخي فالقرنت ساكميشن أنه بعد ما بيحصل طاول أو غزو أصبحت حتى التراث نفسه مستباح يعني حتى مش من يعني بعد ما الأمريكان طلعوا أصبح كمان أن بعد كده لما جاء داعش يعني فبقى فيه نوع من التجرؤ على التراف أو الموروف وده هتشوفه حتى مش برداد بس هتشوفه في الموصل فالفكرة هو التجرؤ على التراف هو فيه عدم احترام لجميع طراءات الشعب وهو احنا بنقول أن الهدم أو التخريب ليس له دين يعني وأن احنا كمان الفكرة يعني أن انت بتهد الأمل أكتر من انت بتهد المباني نفسها وكمان يعني الحالة دي للأسف احنا أمتنا العربية بس مش عايشينها في العراق يعني المشكلة دي بس مش في العراق لأ حتى لو روحت سوريا هتشوفه نفس الموقف واللي يحزن أكتر كمان بقى مصر يعني احنا نتكلم على التراف احنا ما نقدرش نعزل يعني فانا ليه جايب التلاتة أمثلة دول يعني مصر والعراق والسوريا يعني التلاتة بيشتركوا في حاجة ان هما حضارات يعني يتضرب زي ما اقول في عمق التاريخ حتى لم يشترك معهم بوخية الشعوب والأسف حظوهم في الوضع الرهن يعني مش مش أحسن حاليا نرجع ثاني back to the competition situation بتاع الموقع بتاع المسابقة ان المبنى ده كان مبنى مترسطية بغداد مبنى داري اتبانى في عهد الاحتلال الانجليزي فهتشوفه حتى الاركتكشور انا شيفها ملهاش فاني او مش مربوطة بالسياق العمراني والمعماري بتاع حضارة العراق بس اللي اتبقى من المبنى هو الول القدامانية وبقية الولز تانية حالتها مش 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 احسن حاليا فزا ما انتم شاكين هنا ده الوضع وطبعا في الخراب و الضمار احنا ما بيتدور على حارة عمرانية متدهورة فالسايت دلوقتي زا ما انتم شاكين في الصورة اللي على الشمال تحت بيستخدم انه هو عبارة عن ملتقة ميتنج كوينت انه هو عبارة عن يعني فلازة الناس بتتقابل فيه الفيجن كان هدف المسابقة انه هم يعني تترانسفورم السايت لديزاين سنتر انه هو يقدر يعني يخدم المجتمع والبيئة اللي موجود فيه فطبعا احنا عشان بنصمم مشروع لازم قبل ما يعني تتفكر في نتيجة او result وده اللي تعلمنا من اساسيتنا يعني ان انت we have to search deep انه هو تروح في historical background لانه ال contextual architects دايما ما بهموش وضع ال plot او الوضع الحالي الموجود فيها لا هو المفروض بيبحث في طبقات المجتمع والتاريخ والثقافة والاقتصاد والعمران وكله لانه ده كله ده بيأثر في ما ننتجه يعني من عمران فبالرجوع لحضارة العراق هلقيها انه هي very complex layer of civilization انه هي يعني احنا جماعة ما ينفعش امريكا تيجي تقول تعلمنا الديمقراطية يعني العراق اكتف فيها اول دستور في تاريخ الانسانية اول code اول دستور في تاريخ الانسانية مش بس في تاريخ العرب ولا في تاريخ العالم الكتف في العراق فاحنا فيها تشوفها يعني ما نسميها complex layer of civilization هي حضارة مركبة ومعقدة وصعب فهمها من اللير اللي بره احنا كناس من بره يعني فبدينة بغداد التخطيط المبدئي بتاعها كانت هي المدينة لدائرات بغداد بس هنشوف دايما علاقتها بالنهر يعني هي علاقة المدينة بالنهر كان مكون مهم جدا حتى لما بعد كده لما المدينة يعني الصورة الزهنية بتاعت المدينة الدائرية تلاشف برضو اصبح ان النهر يجلق هو المكون الرئيسي زي اي مدينة نهرية ان دايما شريان الحياة هو اللي بيحصل عليها وبعد كده العمران بيبتدي ينتشر يمين وشمال كانت في الوقت في العصور الاسلامية كانت بيسمو بغداد land of scholar لا ارض العلماء كان بيجيلها الناس من كل مكان فازاي نفهم الكلام ده واحنا بنعمل المشروع دابر وحاجم هيني ففهمنا الـ context understanding دي الموقع بتاعنا موجود ليه علاقة بالنهر ان هو قريب مش بعيد على شارع الرشيد وشارع المتنبي فده النابلهود الـ study بتاع النابلهود فاحنا عندين هنا شارع المتنبي اللي هو عمودي على نهر ديجلة وعندين هنا شارع الرشيد وزا ما شايفين هنا الموقع بتاعنا موجود على المين فهنا لو شفنا الـ context اللي حاولين الموقع بتاعنا دي culture streets فانا دايما الواحد احنا عشنا المعنى ده من وحنا صغارين احنا كان قولوا انه يعني القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ فانحنا زي ما انتو شايفين هنا السورة هتشوفوا هنا دي الصور دي حالية بعد صورات الجمعة الشوارع موجودة والكتب والثقافة فالـ culture streets دي بي حاجة موجودة في الدين ايه بتاع الشعب العراق والبغداد خاصة يعني فكان المشن بتاع المسبقة ان هو new architecture approach ان هو يساعد بغداد to celebrate تحتفل الـ heritage يعني جميع طبقات الـ heritage والـ history بتاع المدينة ده كان المشن المكتوف في الـ brief بتاع المسبقة فاحنا كنا الـ typical response بتاعنا ان هو our response يعني ان احنا beyond the law ان هو ما وراء الواقع الموجود دلوقتي ان احنا الوجود الابدي للغياب اللي هو الحاجة اللي فقدت ان احنا ازاي نستلهم من الزاكرة الوصفية للمدينة اللي اسمناها destructive memory ان ازاي نستخدم من الزاكرة الوصفية حاجة تلهم الحاضر اللي هو انا شايفه حاضر تعيس بس مش معنى كده ان احنا نفقد الـ الامر فكان الخطوات البسيطة اللي بتدينا بيها بالمشروع ازاي نستخدم هنا الـ side context بي حدود الارض اول حاجة عملناه ان احنا نحترم المكون بتاع الارض اللي هو الـ wall الموجودة فاخدنا منها sit back وبعد كده بدنا نشكل بلازا اللي هي الـ meeting point الكبيرة اللي موجودة هنا وبعد كده بدنا نفتح المشروع من الخلف ومن قدام ونعمل الـ connection دي بحيث المشروع يبقى meeting point ما ننفقتش فكرة ان المشروع هو كان الملتقى يعني ما نقدرش نبني مبنى موجود يهدم فكرة ان دي ساحة والناس بتجمع فيها وثاني حاجة ان احنا كان من day one التوجه بتاعنا ان احنا المشروع مبقاش عبارة عن object دخيل على الـ context فقدرنا ان نعمل المشروع يبقى عبارة عن intimate fabric جوه الارض طب ايه الفكرة من كده ليه حاولنا نقصره كده نعمله microclimatic لان احنا بنؤمن ان اولا لازم يتماشى مع الفابرك اللي موجود فبقى فيه نوع من التراحم والقبول والacceptance في قلب الـ context ثانيا ان المبنى مهما كان صغير انه يقدر نعمله phasing يقدر يتقسم على مراحل طب وخصصا كمان ان الناس هي اللي ممكن تبني المبنى ده والصورة الزينية بتاعت المبنى هتبتدي تكبر مع واعي الناس اللي في المنطقة يحسوا انه هم اللي بنيين المبنى فالمبنى اصبح بيجرو مع الوقت فالـ design approach ان احنا قلنا هنعمل another culture street اللي انت شفتوه هنا ده يعني احنا بنكمل الـ context الموجود بحيث المشروع ما يبقاش عبارة عن object عامل blocking للـ activities لا بالعكس ان احنا فتحنا قلب المشروع يبقى عبارة عن open heart وامتداد للشوارع الثقافية ده احنا عملنا adding an extra space للمنطقة وسميناك culture canyon وطبعا يعني الفكرة من الفكرة الـ canyon دي من احنا نعمل curating user experience ان احنا داخل الفراغ نفسه الصورة الزهنية للمطلقي واللي بيمشي جوه المشروع بيمشي في رحلة يعني سميتها رحلة الـ الـ الامل في نفس الوقت انت طبيعي للنفس البشرية لما تخش على الممر ضايرك او سكة او زقاك على طول بتبص للسماء فيه نوع من التصعيد الروحي وبعد كده بتوصل ان انت تقرب جدا من الـ walls ديت اللي احنا هنحكي ليه الـ walls دي حكيتها ليه قريبا من بعض الـ intimacy اللي فيها ده لقدتنا توصل للـ plazات اللي هي فيها الـ community activities فاحنا خدنا المشروع عزر ان احنا نعمل فيه journey ان الناس تقدر تمشي جواه وتوصل للنهر فمن ضمن الحياة اللي كانت تهمنا او في الشغل هو اللي اسمها time space reading to be clear نحن لما طبعا بتبني على ارض مثلا ارض مبنى تاريخي او مبنى قديم لازم تفرق بين العصور ايه الـ addition الجديد اللي اتعملت و ايه الاصل المبنى بحيث لا يختلطوا مع بعض يعني بعد عشرين تلاتين او مئة سنة الناس ما تعملش ميكس ما بين ايه اللي كان قديم و ايه الجديد فلازم تكون reading be clear فعشان كده زي ما انت شافين هنا اول حاجة يعني عملنا كذا strategy في الشغل يعني اعتبرنا الـ wall الموجودة دي كأنها wireframe و المشروع بتاعنا ازاي هيبان من جواه فاستخدمنا تلاتة strategy استخدمناهم في ناء قلب المشروع اول حاجة ان احنا لما خدنا الـ setback فاعملنا زي infil material اللي هو الـ blast فتقدر تشوف الـ wall القديمة وتقدر تشوف المبنى الجديد وبينهم material very transparent فتقدر تشوف فرق الزبن يبقى دي اول حاجة ان احنا خدنا setback تاني حاجة ان احنا خدنا bigger plaza ان احنا بحيث تقدر تشوف الـ wall وتدركها سواء من ورا او من قدام ده برضو تاني تعامل تعملناه وتالي تعامل ان احنا عملنا touching اللي هو في الـ corner بتاع المبنى عملنا زي viewing dip كده بحيث تقدر تطلع و تشوف المهر من فوق فكأن دي يعني انت تطالع فوق المبنى القديم ساند عليه وكأن المبنى الجديد يعني بيبذغ من او بيولد من رحم المبنى القديم اللي كان موجود في علاقة فيه نوع من التماس والهارموني بس الاهم هي الاحترام respect فحتى هتلاقوا الـ design language هنا بـ very simple عشان ندي نوع من الـ appreciation للمكون القديم اللي كان موجود فهنا اللي استطعنا الحمد لله ان احنا نخلق زي يعني مشروعي بقى عبار عن قرية صغيرة جدا جدا جوة 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 الارض وفيها نوع من التراحم فيها نوع من احترام الـ skylight والبس اللي قدرنا نطلع فوق اللي هو الـ watching tower او الـ lighthouse الموجود ده بحيث تبقى force opportunity الناس تطلعوا فوقيه وتشوف النهر اطلالة على نهر دجلي فدي كان الـ sketchات المبدئة ان احنا ازاي journey of being a hub ازاي نقدر نخلق الـ culture canyon سميناه كده culture canyon يعني الممر او الوادي الثقافي وفكرة الـ canyon اللي هي فيها نوع من الحميمية وفي نفس الوقت فيها نوع برضو يعني ان الناس تقدر تقرب من الـ wall اللي عملناها دي زي مثلا زي البطرة وكده وانت ماشي في السكة فيها نوع من الـ الهام الزهني يعني وطبعا استخدمنا الـ roofs ان هي دايما ان الـ roofs كان في العموارة العربية القديمة ازدفف فساد كان بيستخدم الناس تطلع فوقيه باتنان فوقيه تستخدم فوقيه فاحنا الـ roof اصبح ببارعا اكسترا سبيس قادب للمشروع فهنا من ضمن الحاج برضو اللي كنا مركزين عليها اللي هو نحت الفراغ الفراغ الموجود انا دايما بؤمن ان الـ voids اللي في اي مشروع هي لا تقل اهمية عن الـ solid لان هما الاتنين بلعبوا الـ positive و negative دول بلعبوا مع بعض فكرة ان هو ايه الـ activities اللي ممكن تحصن وتحيي المشروع وتديله حياة و value اكتر من البرنامج اصلا المطروح يعني فهنا زي ما انت شايفين الـ void ده اصبح هو center of activities اللي الناس تقدر تمشي جواه وتقدر تنجو المشروع وعملنا كمان الـ wall-dee penetrated يعني مخللة ان انت تقدر يعني الببان تقدر تفتح وتدخل في ساحات الوقاعات العرض بمنتهى الـ الاريحية طيب ايه اللي تعلمناه من learning from the past ان احنا ودي الكلام ده اللي انا تعلمت من استاذي يعني الراس مبادرون ان الشوارع في العمارة العربية القديمة هي دي كانت الـ urban living room هي دي كانت المجلس او اللي بتحصل فيها الـ activities كلها فاحنا by adding the culture street اللي احنا عملناه ده بنرجع للمدينة تاني احد مكوناتها اللي هي بتفقد في مدنة العربية الحديثة فكرة ان الشارع اللي بيحصل فيه الـ dialogue, social activities, gathering spaces اللي بتفقد بسبب عدم احترام المقياس الانساني في التخطيط والتصميم فاحنا بنحاول نرجع الكلام ده تاني فادينا بعد المشروع ان هو يبقى urban approach المشروع بس يعني انا ده من باعتبر المشروع الناجح هو اللي بيتعدى حدود النفع الانية او الحالية بتاعته ان هو مش بس نعمل مركز بغداد للتصميم لا نحن قدبنا نخلق جوه المشروع فراغ حضري يتعمل له لينك ببقية الفراغات الحضرية المدينة as a network فاصبح المشروع عباره عن اضافة للمدينة بابعاه وليس بس للبرنامج المطلوب للمسابقة فاذا ما انتوا شايفين هنا يعني ان المشروع بيتوصل بالفراغات الحضرية بالشوارع والازقة والساحات بتاعت المدينة ويخلق فراغ حضري وopportunity جديدة يعني بسموها giving back to the city ان انت بدل ما احنا كنا نبقى greedy وبخلا ونملى الارض بتاعت المشروع بعباره عن بلوكات توب وخراسانة لا بالعكس ان احنا عملناه مخلل بحيث المدينة كلها تستفيد منه وانحنا went beyond the boundaries فاذا ما انتوا شايفين هنا الممر الثقافي اللي هو culture canyon والتلازات الموجودة هنا دي بتحس تخلق عباره عن حركة جوه المشروع و new activities فالمهم بقى ان احنا كمان التكتونيك اللي هو الفكرة ان الروف ستبقى مستقدمة as a small village كده فوق الناس تطلع فوقيها برضه experience context كله وفكرة ال skylights فدايما ال wall اللي عملناها دي light فيه wash light جاهه natural light جاهه من فوق هنشوف اللقطات بعد كده فالمشروع الاضاءة الطبيعية بتاعته indirect و very natural وبنحاول نستخدم اللي هو معاني العربية العمارة العربية القديمة بشكل contemporary فالمشروع نفسه بيخلق حلقة وصل connectivity ما بين النهر وما بين ال context الوراء الساحة والبلازة اللي عملناها دي activities is free use ان هي ملتقى الناس تقدر تجمع فيها وتستخدمها extra city space activities والفعاليات والاهم بقى ان احنا قدرنا نرجع ال artistic approach للمشروع اللي هو ال artistic street ان احنا خدنا المشروع عزان execute ان هو يعرض عليه لوحات فنية بتتغير فالمشروع اصبح كأنه كائن حي بيتجدد فهو يعني دايما ان انت تاخد المشروع and execute ان انت تقدر تستخدم فيه values كتيرا فزي ما انت شايفين ان هو تخليد الفن العراقي والطراث اللي هناك بشكل برضو ده كان هيساعد على احياء المشروع بعد كده فكرنا في materiality طيب ال wall canion اللي احنا عملناها دي material التي تعتها تبقى ايه فروحنا للطراث كانوا يستخدموا ال statutes والمحت وكلام دي المادة للالباستر فقدرنا نستخدم ان المادة دي هي تبقى ال canion ودي ساعدتنا ان المشروع يبقى انه lantern عبارة عن فنوس حتى وهو المشروع يعني مقفول بالليل فهو عبارة عن نقطة اضاءة في قلب ال contest كله والامم كده ان احنا يعني زي ما ان شايفين رجعنا ال working ship اللي هو فكرة الحرافية والتقاليد اللي كانت موجودة والكتابة السومرية اللي ان احنا يعني رجعنا خالص pact يعني اللي هو الكتابة السومرية والكود العراقي ده لم يشترك معهم احد يعني فهو الفكرة ان انت ازاي ترجع to go dive deep في ال history وترجع به في ال future فهو زي ما انت شايفين هنا ال diyalوج ما بين المباني المباني خلقت نوع من الحوار الثقافي ما بينها وبعضيها بتديق وتوسع ودخول الاضاءة فيها بشكل غير مباشر لقاعات العرض هنا الاستخدام الصباط واللينكيج اللي هو اللي كان يستخدم في العمارة العربية القديمة اللي هو اللينكات اللي هو الممرات اللي هو حتى عندنا في مصر موجودة وفي العمارة العربية بشكل عام يعني القناتر ما بين المباني وبعضيها دي بتديك امكانية انه هو اتجاه الرياح يعني بتساعد على ال pressure والسكشن بتاع الرياح و بلاص انها بتدي نوع من برض الاطلالة الجاية من ضمن الحيات اللي كنا مركزين عليها ان الول دي نفسها تبقى very artistic نرجع فكرة انه احنا احنا اهل صانعة اهل حرفة ازاي نرجع الكلام ده تاني للواقع بتاعنا يعني فهذه اللقطات تانية للمشروع دي نتشوفين هنا المشروع يعني عبارة عن ممر الكانيون ده بس البيبان دي عملناها بفت دورز بنفس المطيرة بحس تفتح وتإنجيج البابلك يدخلوا جواها كان المشروع يعني عبارة عن فاتح قلبه كده للكنتكست فكرة الساحة والبلازا انهي فراغ مجتمعي free for use انهو الاطفال يستخدمونه محاضرات ندوات لقاءات سكريننج يحصل فيه هنا زي ما انتم شفتوا الجوا المباني نفسها فيه courtiers والاضاءة اللي نزلة من فوق من السقف بشكل indirect يعني اول فكرة من المشروع انهو يعني يفعل دور ال community في قلب العمارة المجتمعية في قلب ال context طبعا ال section انا دائما بقول ان العمارة العربية القديمة بشكل عام يعني مكان يش بيستخدم التكنولوجيا المستخدمة الوقتي بس كانت زكية جدا ودليل انها هي very sustainable الغد الوقتي فمستخدام فكرة توجيه الممارة الناحية الاتجاه الرياح ده بيقدم ان العمارة نفسها تبقى very sustainable من غير ما نستخدم لليد ولا green building code ولا كلام ده اللي نوع في الاخر يعني ال good architecture مش محتاجة ان احنا نكلفها جامد بالتكنولوجيا زي هونت شافين هنا الهواء بيخش ازاي ويخش على courtyard وهنا كان عندنا water feature تحت الشجر اللي الموجودة فازاي حركة circulation نفسها بتعمل نوع من التهيئة المناخية هنا الwalls هنا زي ما انت شافين الوجهات بتاعت المشروع عبارة عن فيها نوع من contracts بس humble contrast ما بين الديم والجديد الموجود المشروع زي علاقته بالwall عبارة عن انها قرية موجودة داخلها floor plans كانت عبارة عن very easy عبارة عن open democratic floor plan بحيث ان الناس تستخدمها بتلقائية وعفوية يعني مش rigid plan يعني والحمد لله دي بقى كانت نتيجة مصابة ان احنا ربنا قدر لنا ان احنا نفوذ بالnormal mention في جهز التمايز وبعد كده كمنا على المشروع وسلمناه في جوايز تانية بس احب اقرأ كلمة لابن التحكيم تعتميز قاله انه the project is rightly consider the wider urban site and creates connection وقاله الاهم انه هو it shows a particular strong urban approach كمنا على المشروع بعد كده الحمد لله قدمناه في جيزة الاتحاد الدولي المعمرين في باكو المشروع الحمد لله قدر لين يفوذ بجيزة المركز الثاني في best non-realized project about the restoration وبعد كده اخدنا بقى الخطوة ابعد رحنا في مهرجان العمارة الدولي في مستر دامستان الفاتت وكان الحمد لله حجور جيد يعني والمشروع اتعرب وقدر يلفوذ ويعني كان ده تعقيب لجنة التحكيم قاله ان المشروع يعني it's a humble and respectful approach towards inherent cultural values of the site يعني ان المدخل التصميمي اللي خدمناه هو very humble متواضع respect بيحترم فكرة ال values الموجودة في قلب الموقع وحب انهل يعني ال presentation واسف لو طولت عليكم the nation stays alive when its culture stays alive يعني تبقى الامم ما بقيت ثقافتها وطراثها وحضراتها لاننا يعني كما تعلمنا من دكتور ناسم بدران يعني ان هو كان الاماكن وطن والوطن روح والروح سر والسر امل هو الامل ده اللي بيخلينا نقدر يعني نكمل وان شاء الله باذن الله يعني الامل في ربنا ان الوضع بتاع بلادنا العربية كلها تتحسن وطبعا بنهي كده ان انا احب اشكر التيم هو بقول culture canion is a project for community والتيم كله اللي اشتغل معنا ده مش موجود اسلام لوحده لا بالعكس موجود والحمد الله يعني اتمنى يكون المشروع يكون حازق اجابك شكرا جزيلا نشكر المهندس نشكر المهندس اسلام المشهولي عرض رائع كالعادة وهنبدأ نتلقى الاسئلة الناس تبدأ تمعت الاسئلة private layer ولا هو اللي عايز يرفع يسأل السؤال متاعه يتخذ اللي يرفع ايده بس انا عايز انبه الناس الحاجات في اخر النادوة ان شاء الله هينزل هينزل فورم للزملاء الخضور يسجلوا في الفورم ده عشان يتبعت لهم شهادات افادات الخضور في اسئلة كتير اتبعت قريدي اسناء المحاضرات بس اعزي خراراتكم هنضطها الاول وبعدين نتوقع الناس اللي عايزة تسأل بنفسها اول سؤال اتبعت كذا مرة عايزين التلات المتحدثين يقولوا لنا هما ليه يشاركوا في المسابقات او ايه العائد بتاع المسابقة او الفايدة من المسابقة فهنبدأ بيدكتور مصطفى ربيع دكتور مصطفى يلا انا معاك انا معاك انا معاك انا معاك يلا سامعين كده كويس اه انا معاك والله هو اه فيما بقولها كده بتتقال احنا دايما بنتعلم يعني مهما مهما كبرنا في السن ومهما كبرنا في العمر دايما بنتعلم والحاجة الوحيدة او الحاجة الكويسة لنا احنا كنا هندسين معماريين ان انت دخول المسابقات ده بيخلي بيزيدك انت تعليم يعني انت تتعلم من نتيجة المسابقة سواء كانت فوز او حتى خسارة يعني اغلب المسابقات العالمية حتى لو انت قدمت وخسرت بيديلك فيدباك من لجلة التحكيم فانت بتعرف الفيدباك ده وده بيساعدك ان انت تتعلم اكتر فاحنا في مرحلة التعليم مستمر للنهاية ودي اول حاجة تاني حاجة الاحتكاك مع المجتمع المحلي والعالمي الاثنين يعني انت عشان تقدر تنمي موهبتك الاول كمهندس معماري في التصميم وخبرتك لازم تحتكي جدا بالمجتمعات المحلية والعالمية هتحتكي ازاي بالمجتمعات المحلية والعالمية بعد دخولك المسابقات ايا كانت المسابقة يعني فيه ناس ممكن يقولك طب دي مسابقة صغيرة جدا انا مش عادة ادخل فيها وفيه ناس تقول فيه ناس تانية تقول لا دي المسابقة كبيرة على حجمي ما اقدرش هتخل فيها لا بالعكس ايا كان حجم المسابقة هي ايه لكن لو انت درست المسابقة بعمق ودرست ابعادها بكل النواحي بتاعتها ده زي ما قلتلك بيساعد ان هو بينم الخبرة بتاعتك وبيقويك في شولتك كمهندس معماري وبيزيدك خبرة وبيزيدك تعليم دول يمكن الاثنين الاساسيين يعني اتمنى بلومت السؤال اه دكتور عفاف السؤال موجه للسياس دكتور عفاف اوكي سمعني اه اولا يعني انا طبعا بالاضافة للكلام اللي سبقني اللي دكتور مصطفى قاله اه فانا كان معايا مجموعة جميلة جدا من الشباب في المسابقة دي بالذات ويعني كنت عايزة فعلا ان الموضوع الوعي بالقضية الفلسطينية ما يموتش اه فكان التوجه ان احنا دخلين المسابقة مش مهم نكسب بس المهم الفترة الدراسة والبحث احنا الاسف احنا خلال المسابقة احنا قربنا مع الشغل ان كل حد فينا يبقى في بلد مختلف من قبل الكورونا يعني من قبل العزل ومن قبل كل ده واحنا بنشتغل حد كان في ألمانيا حد كان في ماليزيا حد انا كنت في انجلترا فيه كان من الناس بعضهم في أقاليم مختلفة فبس هي الجميل اللي فيها ان رغم ان احنا كنا في بلاد كتير الى ان احنا حاولنا على الأقل في الأسبوعين الأخيرين ان احنا نجمع الشغل وجمعنا قبل الشغل وقبل التسليم الرغبة والحب للقضية ان احنا عايزين ننصرها كانت الحافز كان عند معظم اللي كانوا بيشتغلوا هو ان المشروع ده ممكن يتعرض في باكو او في مش سوري مش في باكو في الـ UIA اللي هيتم في في البرازيل في ريو دي جانيرو بس يعني كان الواحد بيقولك ايه اللي احنا عايزين نقوله لو لو المشروع ده تعرض فاحنا حطينا كل الافكار اللي احنا نطرحها او انها توصل لناس و بس فده كان نحافز بالنسبة للمسابقة دي اما فيما يتعلق بالمسابقة بالمسابقات بواجن عام فهي هي مهمة جدا لان زي زي اي زي الماراثن انت ممكن ما تجريش بس لو في ماراثن هتجري اوكي فهي الفكرة انها بتبقى مناسبة جميلة جدا انا بعتبر المسابقة نوع من الفستفل اللي بيخلي الواحد يبقى بيحاول يطرح افكار ويحاول ينقل الافكار دي لتصميم وهكذا فهي مهمة جدا لكل اركيتكت وكل تصميم شكرا معانس اسلام اشكرك طبعا انا مش هضيف كثيرا عن الزومة الالوه اتمنى بس نتيح وقت اكتر لدكتور راسم بدران كلين نسمع ونتعلم منه حاجة دكتور راسم بدران مبعد لستة اسئلة هانقل منك لدكتور راسم بدران حلاص يبا نفرد وقت دكتور راسم بدران كلين نتعلم منه همزق مع دكتور راسم بدران دي وان كان لستة اسئلة عمالة اكتب بس تمام طيب خباس حضرتك مش هتوضيف دكتور راسم بدران هنستغذر حضرتك تشارك معانا في الاجابات على الاسئلة من فضل حضرتك يعني تمام اول سؤال حضرتك معانا اول سؤال مبعوث لحضرتك اول سؤال مبعوث لحضرتك المهندسة هبة بتسأل حضرتك بتقول السؤال هل حضرتك تنصح ايه الطلبة ان هما يشاركوا في المسابقات وإيه اللي استفادة والكريجين يستفيدوا ازاي من المشاركة في المسابقات المعملية؟ يعني بلا شك ان المسابقات بتعطي مجال للتنوع تنوع طريقة المشروع البيئة الاجتماعية يمثل هذا المشروع اينما كان وبتعطي كمان انه سيخرج من صندوقه الخاص يعني ينطلق الى العالم الاخر العالم الذي هو ومش وطنه وانما الاوطان الاخرى فهي بتعطي مجال للحوار كددك ان تحاول ثقافات اخرى ان تحاول ان تحاول الاشكاليات اللي تحصل في هذا المجتمع العالمي وبعتقد ان هي تعطيك ما بتضيف معرفة اضافية لما هي العمارة يعني العمارة هي تشكل جزء من شخصية هذا الانسان اينما وجد فهناك نتعلم مع شخصيات متعددة بحلو تدخل حالك في هذه الشخصيات وتحاول ان تبرز من خلالها ما هو يمثل ما يسمى عمارة المكان او عمارة هذا المجتمع او عمارة هذه الخصوصية تيميز فيها هذا الانسان او هذه المجموعة من الناس زي ما شفت انت في المسابقات مثلا زي مشروع بتاع البغداد انت تتعامل الان كأنك بغدادي كأنك عراقي وليس مصري وعندما اتعامل مع مع البابليون البندقية انت تعاملت مع الصعيد تعاملت مع الفلاحة تعاملت مع انا عجبتني فكرة انه تترك ما يسمى يعني تبحث عن العمران المجتمعي وليس العمران المادي اللي هي سلوك المجتمع في العمران خلال اللي بتعمل الخبز دي يعني انه انا بعتبر انه المكان عندما تقول انه المكان عامر هو عامر بالانسان فكأنه هذه الخبازة اللي بتعمل الخبز هي دي العمارة هي انا بعتقد انه هذه التنوع يثري عقل الانسان يثري قدته انه كيف يتخيل كيف يعني يحول اللاحس الاحسي احنا عادا في داخلنا في كثير من الهواجز كثير من التأملات بس ينقص هذا التأمل كيف ينقل هذا التأمل الغير حسي الغير ملموس الى شيء مادي حقيقي يثري هذا التأمل الخيالي يعني هذا الفكرة بين الذي هو في الذاكرة والذي هو بالواقع المعاش فاعتقد انه المشيعة اللي طلحت هي تشكل جزء منها حتى متحف فلسطين او حتى قدس موضوع القدس مع انه القدس كان يحتاج القدس اقوى يعني كان يحتاج لكيف تربط بين عناصر المشروع وانا بهمني مش بس المتحف او متحف المقاومة او متحف تاريخ فلسطين او تاريخ قدس انا بهمني ما بين المتاحف ماذا يجري يعني في رأييه هذه النقطة مهمة حتى القدس تكتمل فهذا يشكل جزء من من التأليف ما يسمى الانتقال من معرفة الى معرفة اخرى هذه الانتقالات بين المعرفة تشكل لك ما يسمى الرؤية الشاملة لقضية هذا المجتمع او لقضية هذا المكان او فلسطين او القدس بالنسبة الى اسلام الشتولي مشروع بتاع الوسط بغداد انا كنت محكم فيه من ضمن جائزة حسن فتاة من جائزة جفعة تجدرجة في كوفنتري انا قلت صور المشروع طوروا اسلام طوروا للأحزن يعني شفت انه اشتغل عليه اكثر هو الفكرة فيها انه كيف تتعمل انت مع مع حائط الو تاريخ هو تاريخ ايام عهد المريطانيين يعني انه كان ترسيد لحالة من تطور المدينة او طبقات المدينة التاريخ عبر تاريخ الحديث كيف نتعامل مع هذه الحائط كيف نتأمل هذه الحائط وكيف انه يواجه نهر دجلة اين دجلة من ضمن هذه البناء اين الزراعة فهذه كان نقطة كتير مهمة في التحكيم بس انا ديش ادخل بتفاصيله بس هي همشي انه اسلام اشتغل عليها يعني شكل انه اطور المشروع طبعه وبهني على ما عمله بس انا في رأيه انه هادي فكرة انه كيف تضع حالك انت في مجتمع اخر انا كتير مهمة ما يكون عندك نمط خاص فيك تفرض على انماط على مجتمعات ثقافة اخرى بالتالي مسابقة تحرك من نمط الشخص تبعك انت بتحاول تبحث عن ما يسمى شيفرة المكان وهذه هاي بتحتاج الى تأمل هذا المكان ان تعيش ويمكن من خلال كمان وجود وسائل الانترنت وسائل يعني عالم بسميها العولمة التقنية المعرفة هذه التقنية السايبر بتعطيك مجال انك تعيش هذا الفرق ان كنت في نيورك ولان كنت في باريس ولان كنت في برلين فبتصور انه الفكرة انه ان المسابقة هادي بتعطيك المسابقات تعطيك مجال ان ان تتعلم اكثر من ان تعمل عقد مع صاحب عمل وتلبي له ما يطلبه انا هون بلاقي انت هنا اصبحت وصلت لمرحلة ان العالم لك تتصرف به وليست مرتبطة بجنسيتك انه كيف تتعامل مع عدل اصبح انت جنسيتك مجموع جنسيات وليس جنسية واحدة وهاني امكان انا بتتكلم كنت في المانيا تعملت مع المان كأني الماني تعملت مع القدس كأني مقدسي تعملت مع العصرية كأني سعودي تعملت مع الكويت كأني كويتي في بعض معاملين لاقي لهم طابع معين بقول لك انا عاوز افرز افرد طابعي او نمطي في حيث اذهب بغض نظر اين خصيت هذا المكان الذي انا اذب له يعني بعتقد انه هذه الممارسة اللي شفت اليوم كتير كان جيدة تعطيك مجال انه هذا التنوع وكان في يعني انا تبتها ذكية كيف اختاروا عدة مشرية في عدة اماكن جغرافية وفي عدة اماكن لها اشكاليات يعني باهنكم على هذه على هذه بسموها البوطقة الجميلة من الأعمال التي عرضت طبعا تحتاجي لنقاش طويل بس هاي بحب الوقت بطلب النواتية ساعات ونقش كل مشروع كيف ننظر بس على الأقل المشروع تميزت بانها تنوعت في محتواها محتواها القيام القيامي يعني بتحكي عن القدس والجهاد والتحرر بتحكي عن اعادة احياء مدينة تعذبته العراق ثم كيف تنظر للمجتمع المصري الذي هو جماله بالصعيد يعني كيف انه هذا إنه 100% من مصر هي الزراعة كيف من الزراعة بثقت بهذه الفلاحة الجميلة الحامل الخبز علىها بعد اعتبرت هذي 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 جدا فكرة ذكية أن لا تعمل شيء معمالي تعمل شيء اجتماعي هذي كتير كتير اعتبرت ورايا نشكرك وفي اسئلة كتير يا دكتور بس هنمشي بالترتيب في اسئلة كتير مواجهة من حضرتك يعني فنرجو ان حضرتك يبتسع وقتك لنا دكتور مصطفى ربيع هناك سؤال بحضرتك كيف تختار فريقك وسؤال ثاني هل تنسخ الطلاب المشاركة في المساوقات بواحدة بواحدهم يعني أم استعانة بداكاترة وأسدر عهم في المساوقات لا انا تعرف انا بفضل ان الطلاب من عدة صفوف مختلفة يتشركوا سواي يعني ما عندي بالعكس انه يكون عندك طلاب سنة الخامسة يتعاون مع الطلاب من سنة الثانية وتالتة هنا بتعلموا أكثر ما يتعلموا من الحصة انا بعتبر هذي هي وهذي كمان حصة في المانيا كان دائما بكون في مشاريع بتلاقي واحد من الصف الخامس أو من السمستر العاشر يتشارك مع طلاب من السمستر الخامس بتلاقي الحماس والتعلم شديد وأنا بعتقر هذي هو هذي التعلم الحديث منه بتخرط بين صفوف لا تخلي الصف كل صف إله إله لأنه أحان في شباب حتى في صفوف يعني مبتدئة في عنده في منهم مواهب يعني ممكن تسري مواهبة أو معرفة شاب أو طالب في السنة المتقدمة هي السنة الخامسة بأعتقد إنه إنه الطلاب حلو يكون هذا مراسة بين طلاب ممكن سادسة بعض منهم يشاركوا يعني يعطوهم زي الجوري بس بس خلي طلاب هم نفسهم بيتنوع سنينهم يتعلم مع بعض مش سنة بس سنة الخامسة لا يفتحها على كل السنين راح تلاقي حماس و هون بيجي التعلم عند السنين الأولى بتعلموا تعلم أكثر بكتير مما يتعلموه من حصة الصف لأن هذي تعطيهم مجال الاحتكاك إنه حكاك بين الطلاب يكون حكاك عفية حكاك ما في حاجز اجتماعي حين بسي في عراق حين بسي في دوع زعل بس هذي 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 هو التعلم لا بتصور إنه هذي فكرة إنه تخلي الطلاب يتعاملوا مع المصابقات من عدة سنوات وليس من سنة محددة بسنوات يعني تيموارك رصدي كمان دكتور مصطفى ربيع دكتور مصطفى ربيع سمعني نعم أنا معك أنا بضم صوتي طبعا للدكتور راسم بندراني يعني هو الحقيقة مش مش بس كمان يعني الطلاب من مختلف المستويات التعليمية يتعاملوا مع بعض لا بالعكس ده إحنا إحنا بنشجع الطلاب كمان يتعاملوا مع بقية التخصصات مش بس العمارة اللي انت ساعات كتير عشان تقدر تفهم أبعاد المسابقة من نواحي كتير ساعات انت بتلجأ لمهندس إنشائي لو انت عندك تحدي مصطفى مثلا ساعات بتلجأ لعلم الاجتماع لو انت الموضوع كله هيروح نحن أو البيئة أو البيئة أو البيئة أو التعليمية يعني لو انت عندك مثلا فانت هتحتاج يمكن أكيد تدخل في التعليمية تدخل فيه حاجات كتير فهو مش بس طلاب العمارة بس يكونوا المتعاونين بمختلف الليفلز لا ده كمان إحنا بنشك أن هم يتعاملوا مع بقية التخصصات الأخرى المختلفة وبالنسبة لله أنا أعتقد سمعت السؤال برضو هل لوحدهم ولا يكون معهم مشرف مش كده لا هو هقولك حاجة هو على حسب طبيعة المسابق يعني يعني فيه مسابقة يستحسن يكون فيه حد خبرة حد الخبرة ده مش لازم يكون دكتوري يعني يعني ممكن يكون مهندس في مكتب ممكن يكون يعني زي ما قدركم ممكن يكون مثلا فيلسوف ياخدوا منه مقولات ويبدأ يفهمهم ما قولها دي عاملة إزاي لازم يكون فيه حد خبرة شوية لكن فيه مسابقات مش لازم يعني فيه مسابقات ممكن الطالب لوحدهم من غير مشرف ممكن يدخلوها يعني على حسب نوع المسابقة على حسب حجمها على حسب الأبعاد بتاعتها على حسب كمان فيه حاجة أنا عايز يمكن أشير إليها كل ما يبدأ الطالب بدري كل ما بتزيد خبراته المعمرية بسرعة يعني أنا من تجربش الشخصية الحقيقة أنا بدأت المسابقات من بعد ما تخرقت يعني زمان أنا تخرقت 2002 ما دخلتش ولا مسابقة معمارية غير بعد ما تخرقت لكن دلوقتي الحمد لله إحنا عملين حتى في الجامعة كل يعني كل الطالبة من سنة تانية مش من سنة أولى من سنة تانية تانية تالتة رابعة خمسة كلهم بندخلوا المسابقات وكلهم بيدخلوا والحمد لله في كذا جروب عندنا في الجامعة كسب مسابقات كل ما تحتك بمسابقات كل ما بيزيد الثقافة بتاعتك معماريا وكل ما بيثقلك بيثقلك يعني بيثقل الكارير بتاعك كمهندس معماري بتبقى أنجح بعد التخرج يعني كل ما تبدأ بدري وانت صغير كل ما ده بيساعدكم تكبيرا يعني ما تغلطش بدي وابدأ متأخر لا ابدأ بدري ده اللي احنا بنقوله للطلبة طب وإزاي بتختار فريقك لأن الناس اللي أقول أنه حاولتك تختار فريقك مصريين وحد لبناني لبناني اه انا بقيت نص لبناني على فكرة لا بص احنا احنا عرب كلنا على فكرة ربنا 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 مدينا هبة كده مش مديها للدول يعني الحمد لله النبي عربي ولغيتنا عربي فاحنا كده مباركين يعني يعني بص كده لوحدنا كده عندنا ربنا ان شاء الله يرضى عنا جميعا لا هو برضو على حسب المسابقة يعني مثلا احنا لما قررنا في المسابقة ان احنا طب انت ازاي حنعبر عن الشخصية المصرية بالطريقة دي فلقينا اسهل اسهل واكتر حاجة مباشرة ينفع يفهمها المجتمع العالمي اللي هو البورتريت بكل بساطة فشوفنا مين احسن واحد ممكن من صاحبنا ومن الناس اللي احنا نعرفهم كده بيعرف يعمل البورتريات كويس وبيعرف اشتغل دولي كويس فكوننا الفريق ساعات الكونسيت نفسه هو اللي بيشكل الفريق وساعات زي ما قلت لك مش لازم كلهم يكونوا مهانسين معمارين يعني ممكن يكونوا ميكس من يعني من ايه من مجالات مختلفين مع بعض وجود رياض الحلبي راج الحلبي هو اول ما تعرفت عليه رياض كان تلميذ عندنا او طالب بالمصري طالب في سنة تانية انا كنت اول سنة ااجي فيها لبنان درست لسنة تانية ودي كانت اول دفعة ادرست لها في لبنان والحقيقة رياض كان من الطلب المميزين جدا وكان من الطموحين جدا وسبب اختياري لي لما بدأنا نعمل المسابقة انه هو موهوب وعنده فكر ما بيعملش حاجة سطحية ودائما بيدرس الحاجة كتير فكان مفيد جدا في البرينستورميج يعني سبب اختيارنا لأحمد احمد كان شاطر جدا في ديشتال فابريكيشن والموديل ميكين ففي اجزاء كتير في البافيليون كان محتاج حد يكون خبه في الموديل ميكين واختياري لعمر علام لانه هو شاطر جدا في الدودلز وعمل البوب ارت والبورتريات فهو الفكرة هي اللي جامعت التيم يعني بكل بساطة راجبكم مصابقة السؤال لدكتور راسل داجران بصفة طبطتك ومحكم في دجان تحكيم كتير السؤال موجه من إكرام مصطفة ازاي بتحكمه على جودة الفكرة والمبدئية في اي مشروع في كلاجنة التحكمية السؤال بشواء ده السؤال شوي يرس السؤال حضرتك عضو رجل التحكيم كيفية الحكم على جودة اي فكرة في مشروع يعني هو شكاليا اصلا في التحكيم هو انه انما تحكم بلاك تفكر بالمستقبل يعني بلاك تفكر من هو الذي ينتظر بشغف ما هو المشروع الفائز بغض نظر من مناه انه عمل هذا المشروع الفائز من قبل بسميها المجتمع المعمريين او الطلاب او الباحثين اللي ينتظر هاي المزابقات حتي يعرف النتائجه بتصور انه الفكرة في انه ماذا تريد ان تعطي للمتلقي من دروس يعني هادي هادي هي فكرة هادي التحكيم وهذا من اصعبها وهذا يمكن جابعناها بتميز جابعناها في عاش ماراثن جابعناه بجائزة حسن فتحي حتى بجوائز كمان اوروبية واقليمية انه ما تفرض انت شخصيتك على المشروع انما او مدرستك انت عاوز تعطي للطالب او لذاك الانسان الذي هو يعني ينتظر بفاجة الصبر كيف يتعلم كيف تعطيه دروس مضافة او مادة يتعلم منها وانا بذكر بالاخان عندما كنت محكم مع الاخان كان اهم شي انه تنسى ذاتك تنسى مادستك المعمرية وتحاول تعطي للمتلقي قيمة يتعلم منها وهذا الفكرة عند كتب بعض المحكمين شوية يعني بتروح من ذاتهم عندهم ميولة شخصية بقولك انا حابب هذا العمل حابب النمط هذا خليني نجح لا لانه هذا انت عم بتشكل هو كتاب اخر هذا كتاب معرفي للمتلقي انت عم تعطيه كتاب جديد للتعلم اذا يجب ان تكون فيها مسؤولية التحكيم مسؤولية كيف تحكم ولماذا اخترت وما هي اسباب الذي ادت هذا المشروع ان يكون هو المشروع المحبب او الافضل من غيره بسبب قضايا العلاقة بمسؤولية المصمم الرسالة التي يعطيها لمجتمعه او المجتمعات المعنية في هذه المسابقات وهاكا يكون في خلاف بين اشخاص كان ينظر للتحكيم بشيء شخصي انه انا مدستي مثلا التفكيكية لازم لازم افرض لازم احط التفكيكية كرسالة او ما بعد الحداثة او انا الحمدلله هم بحاول ادخل اخرج من نمط نمط الشخصي للمحكم وابحث عن ماذا اريد ان اعطي دروسة ده المتلقي بس هذه وهي صعبة شوية بس انا كنت عايزة اعرف بحاجة ان الضرب اللي بيانا فور ديزاين ان اركيتكتر هو هب لا مش بس للطلبة لا كمان لحديث التخرج للاشتراك في المسابقات فاحنا لما بنشترك في مسابقة من خلال ضرب اللي بيانا بنشترك فيها بغرض ان تشجيع الطلبة والخرجين للحديث التخرج او ناس اللي لم يصبق لها انها تشترك في مسابقات او اللي خايفة تدخل في مسابقة الوحدة او اللي مش عارفة تعمل تيم ان هي تدخل من خلال هب وهي دي انا اعتقد ان احنا احنا كنت صعيبة جدا بتجمع مش بس على مستوى مسابقة القدس كان فيه قبل كده الساين سيتي وقبل كده البنالي وغيرها وغيرها بس انا اللي انا بكلم فيه ان ده جانب يسعد لان انا لما بشوف الاوتكم في النهاية بيدي دفع رائعة لمسابقات قادمة فهي بتبقى مرحلة بتبقى لبنة بتوصل لان بعد كده الناس يكونوا اكثر اقبالا وتشجعا على ان لأ ده امر مش صعب بس هي من جانب اخر هي ليها لها الـ drawbacks زي ما بيقولوا وده نتيجة ان انت لما بيبقى معاك مكون على هذا الاساس مش الاساس الاوحد انك تكسب او الاساس الاوحد ان انت انه ليس مكتب داخل او مكتب داخل على انه ينافس في شغل بياخده من هذا المنطلق فبس انا حبيت الفت النظر للنقطة المنطلقة من الـ drawbacks مثلا احنا بدأنا مثلا بموضوع القط بالمتحف المعاناة وكنا هندخل بيه بس كلاند مارك بس مع الوقت والابحاث طلعت افكار تانية مكانش ينفع انك تلغي تبنيها فده السبب يعني انا برد بكالي ده كمان على الدكتور راسم بدران لما بيقول ان كان ينقص الترابط انا معاك بس احنا شايفين انه في معظم مدن العالم اللي احنا اللي احنا من باكول سوكولم للطاهرة كل حتة اصلا العناصر اللي بتتعمل مش شرط مية في المية ان يكون اللاند مارك بس انا مش بقول ان ده بكال راسو او بقول ان ده الصح بس بقول ان انا وزنت بين ان انا مسلمش الحاجات دي واطلع بس بمشروع واحد وايك فيه لان انا كان مسموح ان احنا ندخل بلاند مارك واحد او ان انا احتوي كل حاجة ويبقى كل عنده الحماسة ومحبة النشطة شكرا اه هو فيه سؤال اه مواجه للتفانس اسلام تفانس اسلام سمعني الو تفانس اسلام مشدود ايوه سمعك سمعك عبدالفتاح حسن عندي سؤال ماذا معظم عناصر التصميم في العمارة الاسلامية تستخدم في المشاريع التراثية في اغلب الامور كيف يمكن توظيف عناصر التصميم في العمارة الاسلامية في التصميم الحديث والمشاريع بمختلف انواع يعني انا بزمتك انا ينفع جواب على السؤال ده ودكتور راسل يا جماعة انتوا تودونا في ده والله العظيم هتودونا في ده يا جماعة اسألوا دكتور راسل احنا عادين انا كلنا نتعلم عبدالله دكتور راسل هو دكتور راسل احنا لما حضرت كان في قبل اسبوع في محاضرة من صديقي العزيز هذلو الدكتور السعودية وكان موضوع عن العمارة المجتمع الاسلامي او الحضارة الاسلامية كيف تفهم العمارة في الحضارة الاسلامية او في المجتمعات الاسلامية وليس العمارة الاسلامية كان هذا النقاش اللي كان صراحة هذلو كان عبر عنها وبحث عن السلوك الاجتماعي وبحث عن الخصصية الاجتماعية كان هذل هي الاساس وليس الاشكال والأقواص القباة يعني هذل بس مجرد وانا بقيده مئة في مئة بهذا التوجه لانه العمارة الاسلامية او العمارة المجتمع الاسلامي قيامية اظنى احنا في مجتمعاتنا هذل رؤية مفقودة يعني عبول مرات تلاقي الاسلام في اوروبا اكثر منه كسلوك اكثر منه في العالم العربي في الدول الاسلامية بقى فاين هذا المجتمع الاسلامي الذي يتميز بهذا النج في التعامل في الاخلاق في القيم الرفيعة التي تؤدي ايضا تعكس ما يسمى البنية العمرانية من البنية الاجتماعية إلى البنية العمرانية هذه احنا اهم من حكاية الاشكال لانه هذه هي الشق الذي يمكن نعتبره مستدام يستمر لانه هو الحاضن لهذا المجتمع وليست الاشكال لانه هذه كثير الاشكال ممكن تتطور حسب الوقت حسب المادة وحسب الاستيعاب الإنسان للمفردة بس العمارة هي المجتمع كيف أبحث للمجتمع هذا عمران يؤكد مجتمعيته للاسف نتعامل مع عمران تحطم المجتمعية الامة او مجتمعية الحية كلهم عمران فردي فيه سلطة بقولك انا احسن منك وانت لا شيء هادي انا بعتبرها هادي مش اخلاق الاسلام وبالتالي اذا نحن لازم نبحث عن ما هو الاسلام لعشان شوي ممكن لا استكمالا فيه سؤال مودع لحضرتك من دكتورة اميرة هل حضرتك مع تطوير التراث العمراني اكثر من الحفاظ عليه كما هو بمعنى ان الحفاظ على التراث مع تطويره لينتب لغة علمانية جديدة ستكون لغة توكب مع متطلبات العصر كما رأينا في مشروع مهندس اسباني هو التراث العمراني هو يعطيك كذين بسميها الخلفية التاريخية او التراكم الزمني لمجتمع عاش هذه البيئات وتطور معها ثم اضاف الها واختزل ويعني تطور عناصرها فهذا جزء من سنة الحياة هو تطوير فليسا لانه بسكر كمان في بعض الناقشين اللي ناقشوا الاسبوع الفات مع الدكتور هلول انه القطيعة مع الماضي ما بقول الماضي بأعطيك انت لم تكن الان تعيش يعني الماضي هو جزء من من طبقات التراكم الزمني الى ان اصبحت انت وجدت في هذه اللحظة فهذه اللحظة هي تشكل وصلة لما هو القادم كيف اتعلم من هذا التراكم المعرفي حتى ابحث عن الفراغ القيم الفراغ الذي يعني يلبي تمحاطي في التطور العلمي والاجتماعي والبيئي والمجهول احنا لا نعرف ماذا يستجد من مثلا الكورونا اكيد علمتنا اشياء احنا ما كنا نعرف والكورونا ايه راح تشكل بتصور او نمط الكورونا نمط الحياة في الكورونا حتى تعلمنا اشياء كثيرة احنا ممكن ما كنا نستعبها في منها سلمي منها ايجابي فهذه سنة الحياة في اشياء انت لا تعرفها تتعرض لها وتجتهد في ان تجد لها سياغة لكيف تعيش مع هذا الظرف الحالي كمجتمع كسلوك وكمان كمادة كعمارة فبتصور العمارة ما لها حدود العمارة دائما في حالة تطور مستمر طالما ان هي عبارة عن مستوضع وخزين لهذا التراكم المعرفي هي ليس قطيعة هي التراكم يستمر ويطور الله يتطور القادم الذي يلي وهذه جمال العم مجدد لكن مجدد في خيط متصل وليس مجدد لأز التجديد دلوقتي هنتلقى الأسئلة يعني كل الأسئلة اللي كتبت جاوبنا عليها السؤال اللي ما اتطرحش اللي هو هل المسابقات دي طلبة العمارة فقط أظن دكتور مصطفى ودكتور عاصم نومه ان هو مش حكرة على طلبة العمارة بالعكس نعم طلبة الموسيقى طلبة العلوم علوم الاجتماع علوم البيئة علوم الجيوفيزياء طبيعة بالعكس بالعكس هي المكان هي اللحظة الوحيدة الذي يتحر فيها الطالب الصف من هذه العلبة المغلقة ممكن يطلع بالشارع يتعامل مع أطفال انا كمان في نقطة بسكو دكتور عفاف لما اتخنى في دربة البانة لما تعيد مرة واشتعامل مع فريد الفنون الجميلة في القاهرة واتي ازلنا الدكتور عفاف والثم الطلاب الحي أطفال الحي نتعلم منهم كيف يتعاملون مع الحي هذا كسلوك اجتماعي فأنا في رأيي في ان شيء اسمه المشاركة الاجتماعية المفقودة في دراساتنا طبعا يمكن طلاب حلو انه يروح على الموقع يتعاملوا مع الأطفال يسألوهم واعتقد انه كانت لحظة يعني كانت رائعة انه بالأسف لم تستمر هذه الدوعة كان هدف انه نعمل من نجمع كذا طالب من الحي حي الدربة البانة ونقعد معهم نجمعهم مخترح كيف تطور حي اللبة هادي كمان لانهما عايشين ونقول للدكتور عفاف ونتقابل وننفذ على طول يا دكتور عفاف جدا لزيارة قادمة انا كمان بحبهم كتير الله يبارك فيك يا رب الله يبارك فيك كدر خيرك الله يبارك فيك الله يبارك فيك نفتحت لك المايك على فكرة ده زوجي اه اه الله وسهلا رابح ازايك حسن حضرتك افتح المايك عندك يا راحنس حسن دكتور حسن اوظران رقاش دكتور حسن افتحي المايك من طرف كده مفتوحي دكتور حسن اولا انا سعيد جدا انا دكتور حسن واكد انا خبرة 40 سنة وكلية حظ جميل عن دكتور راسي بدران في التواصل في كل مشاريع الحقيقة انا اعملت مشاريع عملاقة ضخمة الحقيقة وليه رؤية وودي طبعا اخوة ده شيء يفرح انه كل منتجاتهم بتبين على ابداع وقدرة يعني على حل الاشكالية بصورة حسية جميلة لكن ليه تعليق عام بعد ذلك بنالي هو رائع جدا وشايف انه القدرة على التعبير والرسالة ووضحها ما في شك انما يعني ما ليش اكمل بصورة عامة عشان مخدش من وقت كتير مع دكتور عفاف هي عندها رسالة عظيمة كتيرة يبدو الوقت مسعافش لعمل وتوضيح اكثر بالنسبة لأخونا الحبيب المشتولي هو انسان رائع وانا ليه معاه خبرة عظيمة جدا وابعتز فيها على التجربة المعمرية بصورة عامة التجربة المعمرية عبارة عن تجربة انسانية التجربة الانسانية تمس كل مناحي الحياة للانسان وكل معطياته واحتياجاته ومن هنا ما هي الشكلية ولا تنحصل في شيء واحد الاهم شيء في اي مشروع او اي مسابقة انه لما اعكس او افهم القضية بوضوح داخلية يعني تتواصل مع اولا تستطيع تقيمة وانما تتواصل مع النفس وتتواصل مع الروح وانا تتواصل مع جميع الاحساس البشري يعني اعطي مثلا المشروع الرائع اللي تشغل أخويا المشتولي السلام المشتولي هو رائع جدا في منهجيته وكل شيء تمام انما كنت اتمنى في الساعة والانفتاح الداخلية والانكلوجر والإكسperience يعني انا شفت فيه حائط مايل وشفت فيه اتمنى ان يكون فيه اكثر انفتاحية ولابد انه ان احنا نتواصل دائما مع الانسان مش بصريا فقط انما مع كل حواسه الانكلوجر في العالم والانتفاع والوصيفة فالساحة لابد ان كانت تاخد اهمية اكثر من انه كان ربما يعتمد على انها مباني منفصلة او كده او المجرد ممر النقطة الاخيرة انه ياريت احنا نتخلص واتمنى دان شرف المستقبل اعطاء قيمة للعمل المعماري بتاعنا لا ينحصر في شكليات او مسميات الانساني بكل خبرات سواء ثقافية او حسية او تجربية او روحانية اذا كان ووضع القيمة المضافة اللي تساعد حتى على رؤية مستقبلية العايش الحقيقي لأي انسان مخلص في عمله توقفوا التراث او غير يعني ارتبوا شكليات لان حتى لدينا رسول الله والدين الاسلامي ما ما اعطى مجال ابدا لأي حصر عمراني الناس يمشي عليه اللي من ايام الرسول اخدوا النخل واخدوا الاشياء الاساسية البسيطة وتعايشوا بيها وكانت روحانية عالية فانا ودي انه هي الاشكالية في التعايش الحقيقي من خلال فهم الاحتياج الانسان حلول التماس مع الحواس البشرية والتماس مع الروحانيات بطول زي انا حبيل احيار في رسالة الدكتوراه كان امز يعني اطرح الموضوع ده بدبكة فاحنا نحتاج تعايش اكثر منه شكلية ونظرية وتمسك بمسميات وانماط خطيرة جدا بتصيق لنا احنا عايزين وكان فيه اخلاص باستيعاب فعلا القضية بوضوع فاذا كان فيه نكتورات يستوعب ويستوعب من خلال قيمه من شكله يا سيد يلا احفظك كلش يعني اقدرنا ابدعه واعطونا احنا ما حنقدرش نعطي طول ما حنبل ورا المشربية ولا القبة ولا ورا التراث الانسان هو يعني كلنا كبشر الحسي يعني العاكس من التراث العاكس من الثقافة واشياء كتير العاكس روحانية ولذلك يريد يكون فيه ربط من العناصر هذي سواء من التاريخ وامتداده لقيم انسانية واضحة ترتبط بالسورة الزهنية ما في شكل ترتبط بالمكان ما في شكل لكن لا تنحصر فيه توقهات معينة الإبداع والمشاركة في الحضارة المستقبلية آسف طولت والله يحفظكم جميعا شكرا المهندس سامي نحدد على فكرة جماعة عزرا يعني ايه عشان ما بقاش عارف دكتور ولا مهندس كلنا مهندسين او معباريين فضر بشواندس فضر بشواندس سامي الصوت وابح أيوة سلام عليكم غافة المجتمع وبالتالي نفترض أن تنعكس على المنتوجة المعاصر من الملاحظ مهندس اسلام خط تجربة ثريدة من مراحل التصميم على المستوى العمراني من خلال التحليل يعني السيكونس حقه كان رائع جداً في تشميل المشروع المعماري مع المشروع الحضري اللي كان حول الموقع يعني معالجة بصرية متعددة من خلال المراحل التاريخية التي تضطل فيها المراحل وعلى المستوى الربط النسيج المعماري من موقع المحيط أنا لاحظ شيء هناك فيه انفصال صار يعني تدرجت التحليل لحد وصول الموقع الانفصال صار على نوعية الماتيريالز والتعددها في الموقع وقوتها مقارنة بالنسيج العمراني المجاور صارت نوع من فوقية كبيرة جداً الطرح اللي طراحت وهو أنا على فكرة يعني أتمنى أشوف بهالجودة المشاريع الموجودة لكن ربما في خارج مكان غير الحي هذا كانت أكثر وصلة في العلاقة الاجتماعية لأن الحي لا يعتمد على السائح ويعتمد أو المشروع لا يعتمد على السائح ويعتمد على الموجود فحتى لما وضعت الجدار التاريخي اللي كان موجود كنت أنا أتمنى بعض الأنشطة التجارية من الخارج إلى الداخل وهذا ربط بينه وبين النسيج لما نتكلم عن النسيج نتكلم عن وصلة نفس دي ان اي المنطقة وهذه الفايد اللي نحتاج اللحمة بين المشروع بين المشروع قوي جدا يمتاز بمهارة متعددة على فكرة فيه وأقول لك على حاجة يعني أنا كان موجود لمحته أنه هو من الحي اللي هو الرجل المعمم لكني على مستوى الشارع هناك فيه انفصال معماريا بين اللقاء المعمارية البقدادية وبين التكوين حتى في من ناحية سكين أنا كنت ودي حقيقة أنك تضيف على هذه النقطة وأنا الأسبوع الماضي في محاضرة الدكتور صالح طلحت فكرة القطيعة بين الماضي لكن أنا أقصد القطيعة الأبستمولوجية لكن لا تأخذ كل التراث تأخذ ما ممكن أخرى وهي الموجود فيه الموجود الروح ومن ثم تنطلق بأدوات معاصرة حتى نستطيع يعني العمارة هي لقة تنافس ولقة تحدي بين ما تملك ويملك الآخرين هنا هذه المفقودة حقيقة اليوم في مشاريعنا فقدت ما فيه اليوم معماري استطاع أنه يربط معاصرة مع حداته الوقت الحالي يعني قبل ثلاثين سنة الدكتور راسم بدران عمل قصر الحكم وكان قمة في الروعة من ذاك الوقت إلى هاليوم لم نجد تيار استطاع يعمل تراكمية بل بالعكس صارت انها تيارات متيتد دوست القرب في أطرحات من الفكرية وشكرا جزيرا شكرا بشمار بشمار اسلام لك تعليق أو تعقيد أو طرح لا أريد أن أخذ من الوقت لكن الدكتور راسم قال أن كل مشروع من ذلك يمكن أن يتشرح في نقاش أطول لكن تعقيب سريع من ضمن الدراسات التي عملنا بشمار البول الموجودة ترجع دكتور راسم شرح من وقت الغزو أو الاحتلال الإنجليزي للعراق تمام للعمارة البغدادية والعمارة العراقية الأصيلة فكان المنحة التي أخذناها أن ننضل كل هذا ونقول أننا رحنا لأبعد من هذا المكون اللي هو absence رحنا لحضارة العراقية الأصيلة التي لم يشترك معها أحد في مصر يقول الحضارة الفرعونية لم يشترك مع المصريين فيهم حد الحضارة السومرية لم يشترك معهم أحد في سوريا الحضارة الفنقية كذلك فهو الفكرة أننا قدرنا نخلي الوال الموجودة بحالتها وأننا نستخدم very humble material اللي هي white عشان نبين contrast ما بين الزمن اللي بنبني فيه وبين الوال الموجودة اللي اللي تهدمت والكانيون اللي عملنا في النص ده هو فيه استلهام العابق الماضي بس بشكل فيه نوع من craft من workshop هو المثيلة الموجودة انا مش شايف فيها تضاد انا شايف ها بالعكس فيها نوع من الاحترام اللي موجود وتعطيله قيمة اكتر يعني ضدها تتميز والاشياء وحتى انا عرضت قلت في ضمن السلايدز ان احنا استخدمنا الولدي as an excuse ان هو يبقى عبارة عن very artistic wall ممكن عبارة عبارة عن street art street يعني graffiti او فاحنا دايما في المسابقات او في الافكار انت بتبوش ال ideas على قد ما تقدر ولا شافه احد نجاحات المشروع الصراحة نقدر نوجد لغة معمارية وعمرانية يعني متوضعة ما فيهاش overdoing بالعكس احنا احترامنا skyline المدينة المشروع مش منفصل هو المشروع ان احنا انا تعلمت الكلام ده من رسم بدران ممكن اكون طبقته بشكل غلط بسوات ازاي انت تخلق وطن جوه المشروع ان انت ازاي ان المشروع الميكرو سكيل بتاعه ان انت بدلا من نعمل very big object ونعمل نحفر جواسه لا المشروع بقى عبارة عن مباني صغيرة بتتماشى مع المقاس الانساني بتاع ال context الموجود اللي هو الناس يقدروا يبنوه العرض بتاع المبنى 6 متر اللي هو زي المباني الجنبيه ولا 8 متر وفي اوسع حتة هو 9 متر اتمنى اكون جوت على السؤال يام وفي بس تعليق يمكن اسلام في موضوع مصابقة المشروع في بغداد اللي انا كنت محكم فيها هشوفنا مشروعك مشروعك بالشك كان في جهد رائع وانت بذلت جهد في مستوى الابانيتي بتاع من نسيج عمراني لكن احنا مع التقييم المعمال الاخرى وجدنا انه يمكن بحتاج المطقة الى ما يسمى الى الساحة الواضحة الساحة اللي تتم فيها فعليات متعددة وإلى علاقة مع الحائط هذي كانت احد اسباب انه في مشياء يعني فازت في هذا اظن جاء زؤولة كانت والزؤولة التانية وفي مشروع اخر حط امام الحائط ماء يعني ماء دجلة ثم نخيل يعني اوجدنا ما يسمى استراحة ذهنية استراحة بيئية لانه المنطقة كلها عبارة ازقة حاولا حاول المصمم اظن كان بابع في الاشنسيتو انه يعمل شيء تنتغل فيها من ضغط المدينة ازقة الى فراغ للتأمل يعني هذي كانت يعني نوع اخر من التفكير يعني هذا كان انت بديت في اول سكتشاتك وتعامل دراسات انه تعمل شيء كبير بعدين حاولت الى مدينة صغيرة يعني هذي كانت وهذه بتمر بالواحد عندما يفكر بيه هذي بدائل انت مريت في المرحلة بعدين في الاخر اخترت المرحلة اللي تكون اللي هي الزقاق مع بعض الوصلات اللي هي موجودة في وسط بغداد بس هو كان الهدف من المشروع اظنني اللي وصلنا الى كمجموعة وهذه كانت رسالة عاو تنعطيها للمتراق نعمل فراغ اجتماعي فيه وبيسي فيه مسرح في داخله وبيسي فيه انشطة كبيرة الفراغ هذا عبارة عن ساحة فناء جوه حائط كمان اكتف بس فناء واضح وبشكل الأفنية اللي تجدها في البيت العراقي بس بحجم أصغر بس هذا في ناقل مدينة يعني هادي كانت في كتل المشروع يعني اللي ربح ممتازة دكتور لا بالعكس يعني التعليق حاضر أبو تعقبك لا بالعكس يعني فيه أنا جدير بالذكر ممكن معلومة حضراتك ما تعرفوش المسابقة دي احنا دخلنا فيها ببديلين البديل الاولاني كان تقريبا شبه لحدك بتحكي عليه بس هم اختاروه بس بلغط مرحلة ما طلعوش شورت لست عشان انتم للمرحلة اللي بعدية عشان تحكموه بارم اختاروا البديل ده فهو هو دايما كان الصراحة زي ما حالك يعني الواحد هو شغل وقال لنا تعليمته منك يعني ما فيش حاجة اسمها حل وحيد للمشروع لا طبعا طبعا فدايما بيبقى فيه حلول فإحنا قدمنا لحلين فكرة اللي هو البيت بلازا اللي هو الملتقة اللي تبقى موجودة والمبنى حتى كان مرفوع فوقيها بحس تظل البيت بلازا بس انا شفته كان شوية أنا شخصين يعني شفته شوية كان اوبردوين يعني حتى اللغة اللي كنا مستعملينها شوية كانت فيها نوع من يعني شوية look at me building show off يعني بحاول افرد عضلاته فاعتقد هم لجنة المسارقة في مراحل مبدئية لما طلعوا البديل اللي احنا شرحنا ده لمرحلة اعتقد انه وجدوا فيه ما يعني شوية ممكن يتناسب مع الكنتكست الموجود انما انا طبعا فاهم وجهة نظر حلالك يا جماعة لو صحت لما يجي حد من المحدث اللي هيوجه السؤال يعرف تفسه الاول عشان نعرف هو منين وثقاخته ايه وحلقته ايه سؤال موجه لدكتور راسل بدران لدكتور عفاك الى اي نمط انتمي العمارة في الوطن العربي وخاصة مصر حاليا دكتور راسل يا سؤال محير لأي أنا انا يمكن لما اشوف قاهره من مثلا من فندق الصوفوطيل او بشوف اوكا فيه فيه ارضية بتمثل قاهرة محمد علي اللي هي الابني البيض وفي الاخر تلاقي في الاخير كله في عندك بناء اقرب لطيني الزراعي اللي هي بيه العشوائيات اللي طبعا عمائر عالية فأنا كنت أقول في عقلي بديته مش تمثل 300% بسكان القاهرة يعني هي العشوائيات المكتظة وهذا أنا كنت أعاوز اللي قدمتها في مشروع بتاع ماس بيرو هي كانت بداية رسالة لي أنه كيف نطور صناعة الطوب زي ما أصاب الهند الهند الآن تتير جوائز أخذ جوائز عالمية على مشاريع بنت بالطوب بالطوب يعني التقني كنت عم بلاقي إنه هاي الفصل واحد يوجد صناعة جديدة في البناء تكون مرتبطة من تاريخ الأرض الزراعية الطين يعني مش حصل فتحي بس على الأقل إنه فيها فيها تقنية معاصرة فيها تقنية متقدمة هذي كانت رسالتي أو رسالة حاولي نقدمها في مشروع ماس بيرو ممكن تكون هذي بناء حديث جدا بس بناء كمان كلاستر يعني هي وهي تعطي حوار بين بناء عفوي بالفطرة اللي هو البناء عشويات وبناء منمّق تقنيا لكي يستطيع أن يصند إلى الزمن القادم يعني هنا بلاء القاهرة في إلى هذا تميز في إلى هذا اللون المسالم بش الألوان المختلفة من أزرى وأحمر أفضر وأصفر يعني كأنها كأنها زي ما تشوف مثلا أنت كمان بغداد القديمة أو القاهرة القديمة كان هذي لون يعني تروح على القاهرة المملكية بشكل البيوت حجرها مع حجر المساجد في مادة مشتركة بها احنا ممكن نطور مواد التشريل بحيث تكون فعلا مادة ملاخية مادة بيئية مش مادة زجاجية زي ما يحصل في بعض المشاريع بتصور أن القاهرة بدلها 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 وش تعمل كبيرها بواحد يعني تستهقل القاهرة هي عبارة عن قاهرة هي نفس عبارة عن دولة القاهرة تشري مليون تكأنك عبتحك عن دولة كاملة يعني أنت عندك دولة فيها عدة بيئات وعددة طبقات اجتماعية وفيها كمان مجزة القاهرة إنه ممكن تحل فيها الخضايا الاجتماعية كيف أن يعيش الإنسان الميسور مع الإنسان الأقل يسرا يعني كيف هي تجاورات أن كل واحد يخدم الآخر يعني الإنسان الأقل يسرا يخدم الإنسان اللي هو متيسر في حياته مش تعزل المعاطق اللي هي شوية غلبانة لحالها أو المعاطق الغني لا تربطه مع بعض وهذا سر المدينة وهذا سر المجتمع في قيم أخلاق الإسلام أنه بطيف الكل متساوي ما في فرق بين هذا الإنسان أو الآخر أحب أن يكون في واشة عمل حول قاهرة المستقبل كيف تنظر القاهرة المستقبل بغض نظر إيش ماذا تم فيها من مشاريع حديثة لأن القاهرة إلا تمييز إلا تمييز تاريخي إلا تمييز عبر الزمن ما تبعزنا أن نحن نعمل من التواصل مع بعض يعني بدأ بدأ هواش تعمل كثير هاي يعني أنا بقى تجاهز لها محرطك مجازين تجاهز لها محرطك من بوكتر بس بعد الكورونا أعرض أنا أنا لا تنفعش على التنفعش على وفعلاً وفعلاً القاهرة فيها يعني حاولنا مرة مع زامعة أكتوبر بتاعت نخلنا في مشروع تارب اللبانة تارب اللبانة في مشروعين اشترنا عليه مع مدد مشروعين اشترنا عليه مع مدد مع البيئات المحلية وكانت كير رائعة يعني القاهرة مادة مليئة بالمشاريع الطموحة ومشاريع تخدم المجتمع وبعين مشاريع فيها فيها أصالة تعبير هذه الثقافة التي لا تراها في مدينة أخرى وتكون كمان متقدمة حتى في مكونها العبراني مكونها التقني مكونها الاجتماع أيضاً المجتمع المصري مجتمع حي يعني يتفاعل مع كل ضرف عكس مجتمعات العبية الأخرى هذه مجتمعات فيها شوية تصلب لا بعتبر المجتمع القاهرة أو المجتمع المصري فيه هذه الميزة اللي بتخلي منه عمارة متحركة عمارة يعني حية وليس عمارة ميتة فأين الحية فأين عمارة الحية عم ببحث عنها يعني هذه مفوتة نحن ببحث عنها بكتور عفاف إجابة إجابة موجهة لحبيبك برد طيب هو طبعاً مدن المصري سمعني هعيد السؤال لحبيبك عارف السؤال السؤال إلى أي نمط تنتمي العمارة الوطن العربي وخاصة مثل حالياً لا الوطن العربي دي كبيرة جداً طبعاً صعب جداً لأن أنا فاكرة كان فيه مرة شاركت وراء في مؤتمر كان أول انفيرومنتل غالف انفيرومنتل فورم في الغالف أو الغالف كانت عن the importance of community awareness for the prevalence of sustainability أو sustainable design ففي المجتمعات العربية أو في الغالف كانت فيه يعني عايز أقوله راش تجاه المباني الحديثة جداً اللي اللي متاخد أنمطها من الخارج واللي كتير من اللي بيصمموها برضو أجانب وكانت النتيجة إن من مسطحات زجاجية رهيبة من قبل حتى ما يبقى فيه زجاج بيقدر يعني يصد والسولار والسولار يعني الحمد لله دلوقت يبقى فيه إنك ممكن تحط على المسطحات الزجاجية المسطحات بس في الأول ما كانش فيه ده فبالنسبة مثلاً للأمراض والسعودية والموجة بتاعت المباني اللي عالية جداً الزجاجية دي كانت يعني أنا فيه تيبر كاملة عن ده ممكن نتكلم فيها فيما بعد هارجع لمصر بس برضو هتكلم على بشكل عام هي أي عمارة في أي منطقة أو في أي مش عايزة أقول geografic أو political boundaries عشان كده مش عايزة أقول مثلاً القاهرة لأن كل region كإقليم مناخي ليه المفروض إنه ليه العناصر بتاعته المعمارية والمعالجات المعمارية بس للأسف للأسف لأن مفيش وعي مجتمعي ومفيش حتى كتير من الأوقات بقى المصمم بيعمل اللي هو عايزه بتبقى النتيجة إن انت بتلاقي مباني كتير قوي واخده أنمات وأشكال غريباً لا تنم عن إن الشخص ده عنده أي لا مش بس adherence للتراف بس مفيش أصلاً لمدرسة ولا ثيم ولا أي حاجة مجرد إنه اللي هو أحياناً بتسميه الإكلاكتك ستايل إن أنا باخد عمود من هنا على فرنتون إن هنا على والآخر تبقى مباني غريبة فيه تندنسي من جانب آخر إن إحنا نحترم الفطرة الطبيعية بتاعت الناس نشوف توجهتها إيه ومعايزين إيه بس للأسف إن أحياناً أحياناً إن الفطرة دي بقت يدخلها حاجات تغلب تغلب عليها بقت زي إن يقولك أنا عايز تصميم زي ده أو عيد وهو إنسان بسيط بس هو اللي شايفه إن ده كويس وهو مش عارف خلفياته خالص فعل الأسف زي ما الدكتور راسم قال الموضوع محتاج محتاج لا جلسة فعلاً لوحدها أو ورشة بمعنى صح ورشة عمل كويسة علشان يا تارا هي النمط المعماري يبقى تابع البيئة ولا يبقى وراه مدرسة ساستينابليتي ولا يبقى تعبير عن الناس ولا يبقى تعبير عن اقتصاد البلد ولا يبقى تعبير عن الأكومبليشمنتز زي ما حد يعمل كنتيليفر ستة وعشرين متر ويقول إحنا قدرين واخد بالك إزاي فكل الحاجات دي بتدخل في الموضوع أنا بس عايزة قبل ما تسيب الفرصة عايزة بس أكلم بالنسبة الإسلام إسلام دايماً يفاجئنا بمشاريع رائعة ومش عايزة أبداً إنه ياخد أي كلمة نقد أو مراجعة أنا خليني أسميها مراجعة بدل ما أسميها نقد على إن ده فيه مساس بمكانته كمعماري يعني أنا بحب شغل الإسلام جداً وبقدر جداً دايماً إحساسه بأنه دايماً متواضع وهادئ النفس جداً وشغله رائع ودايماً وراه فكرة على عكس كتير جداً من شباب آخرين فأنا بس عايزة وصله رسالة دي عشان دحقه الجزئية اللي جايز زوجي تكلم معنا لما بيقول على إن الحوائط هو إحنا كنا شفنا في متحف بلباو في أسبانيا كان فيه فنان اسمه ريتشارد سيرا ريتشارد سيرا ده كان كل الحاجات اللي حدتها جوه متحف بلباو حوائط ميلة فأحياناً تخنق عليك الحوائط وهي فوق وأحياناً تنفرج ففي الإنفراجة بتحس إنك بتتنفس كويس قوي وحاسس إنك مقبل على الحياة أول ما الحوائط من فوق بتضيق عليك بتحس إن أنت مدايق وحاسس بسترس وضغط وعايز تنفجر فيه لقطة كانت في العراضة الإسلام في المشروع بتاع بغداد كانت شوية مدياني إحساس بإنها إن الحوائط بتضيق من أعلى برضو إدتني إحساس شوية زي لينسكند في متحف من المتاحف بتاعته اللي عملها للهولوكوست برضو عمل حوائط كده ميلة فالثانية دي خبتني بس في نفس الوقت ده لا يمنع إن باقية الشغل كله رائع مش معنى يستشعر فيها شوية إن بخضة إن معنى كده إن باقي الحاجات كلها ما هيش أكتر من رائعة شكراً هو فيه سؤال كده مش موجه من مين بس أنا أعطيه لدكتور نصافة ربيع وبعدي برضو لو بسوانس إسلام يحب يجاوبوا دكتور نصافة معايا أنا معاك معاك يا دكتور أحمد هو السؤال هل طرب المعماليين في مصر أو في المجتمعات باعثنا مؤهلين للمشاركة في المسابقات وهم لما بيطمعوا بيصرد عليهم نمط معين في المكاتب وإيه الطريقة اللي يمكن تأهدهم لإن هما يخشوا مسابقات ويعبروا عن نفسهم يعني إيه؟ ويعني هي الجاب المشكلة ما بين الجاب ما بين الماركت والإدوكيشن وكمان دلوقتي ما بين الإبداع والفن فحضرتك خط التجارب كلها كطالب وكمعماري وكعضوة تدريس في مصر وبرى مصر فحضرتك جاوب اه طيب هو ورضو السؤال ده يعني صعب اه صعب اه بس اه لو من زمان لو من جيلي أنا يعني من جيلي الخير الجين بتوع ٢٠٢٠٢ ٢٩٩ ٢٩٩ الناس دي كان ممكن اجابه بطريقة غير دلوقتي الحقيقة احنا دلوقتي في انفتاح عالمي رهيب يعني يعني احنا الانترنت عندنا كل بيوت المعلومات اونلاين بسهولة التواصل الاجتماعي بقى اسهل من الاول يعني حصولك على المعلومة نفسها ما بقاش صعب زي الاول يعني احنا فجلنا القديم ده ما كانش موجود كل ده فكنا احنا بنتعب لما نروح 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 للمعلومة بنتعب نروح للدكتور ده والدكتور ده وده لي رأيي وده تاني لي رأيي وبروح على المكتبة ومش عارفتي يعني تمام فكانت حصولنا على المعلومة مصادرها قليلا شوية لكن احنا دلوقتي حاليا حصولنا على المعلومة مبقاش صعب حتى التواصل مع خبرات مختلفة من بلاد مختلفة سواء عربية او عالمية كمان مبقاش صعب يعني انت ممكن ودي حاجة انا اكتشفتها بعد لما بدأت اعمل الماجستير والدكتوراه وسافرت ان انت ممكن حد ما تعرفوش خالص ولا عمرك بتعملت معاه لو انت وقفت معاك سؤال بتبعت له يعني عارف زي ايه كده انا معجب بالشغل حضرتك ومش عارفة بس انا عندي سؤال لو تقدر حدرتك في وقتك الفاضي تجاوبني دي احصت معنا شخصية فلاقيت المكتمن العلامي العربي كتير في ناس بتتجاوب حتى لو ما تعرفكش طالما الانترست موجود فما بقاش صعب ان طلبة مصر بالعكس كل طلبة مصر مؤهلة انها تدخل مسابقات بدليل ان طلبة كل من MSA دخلوا مسابقات وكسبوا مسابقات وفي منهم اصلا كسب البنالي 2016 كان اسلام باردو كان معاهم مصطفى اوكي فبالعكس يعني طلبة مصر مؤهلين جدا هما يدخلوا مسابقات في ظل التكنولوجي المتاحة للحصول على المعلومة وانت على فكرة ممكن كمان تشتغل مش لازم يكون الفريق كله مع بعضه يعني انت ممكن تتكون فريق انترناشنال يعني واحد معاك من مصر واحد معاك من لبنان واحد معاك من اردن طالما انت محتاج تدخل يعني تكون الفريق ده عشان تقدر تفهم المسابق كويس وتدرس كل ابعادها وهكذا بالنسبة للجاب اللي موجودة بين الهدوكيشن والماركت الحقيقة الجاب دي موجودة في كل العالم مش بس في مصر يعني يعني يمكن كمان اسلام موجود في دبي ساعات بيبقى العميل بيبقى له متطلبات ساعات انت نحن تقنع فيه يعني ان ده مش صح ومش لمصلحتك ساعات كتير البزنس بيفرض عليك او صاحب الشغل بيفرض عليك او العميل بيفرض عليك ان انت تلبي له رابط ولكن عشان كده استبيلي الوحيد ان انت تعبر عن رأيك وتعبر عن فكرك واللي انت مقتنع به اكتر هو المسابقات لان مفيش عميل بقى يعني ان هو ايه دلوقتي العميل هم لجنة التحكيم تمام ولجنة التحكيم دول جوري ولازم ينقوا احسن مشروع احسن كده مشروع فالبيزنس والمصالح الشخصية والمصالح السياسية ما بتدخلش في القرارات التصميم تماما تمام التعليم الحمد الله كمان دلوقتي في مصر الحمد الله بقى احسن من الاول بكتير انا كمان عايز بس اقول حاجة يعني لما نيجي نذكر كلمة مصر دي اغلب الناس بتيجي في ذهنها القاهرة العاصمة تمام والمشاكل اللي في العاصمة والتعليم اللي في مصر والعشوائيات بس على فكرة مصر مش القاهرة بس يعني هي طبعا العاصمة اكيد بس مصر على فكرة لو انتو رحتو النوبة لو انتو رحتو اسوان لو انتو رحتو الاقصر انا الصعيد لو طلعتوا على البحر الاحمر سفاجة الغردقة راس غارب رفح دهب رحتو على سينة طلعتنا فوق رشيد دومياط سحر الشمالي على فكرة جودة التعليم لسه موجودة يعني في الصعيد جودة التعليم لسه موجودة بحد دلوقتي برغم كل المشاكل اللي هنسمعها طبعا عشان القاهرة فهي السبط الكبير بتاعنا بس على فكرة مصر لسه فيها الخير يعني سواء في التعليم حتى في الكلاينت يعني حتى في الجامعة بين التعليم والماركت ده مش هتلاقوه في المناطق التانية يعني دايما ايه ادي العيش لخبازه لسه لحد الوقت بقيت المناطق بقيت الريجنز اللي في مصر مقتنعين بيها الا القاهرة والعاصمة يعني ساعاتي بقى يعني المصالح شوية في القاهرة والسياسة والاقتصاد والبيزنس عاد بتدخل كتير لكن في بقيت الريجنز اللي الموضوع اخفي شوية ااه اعتفد كده انا جاودت سوال ولا فيه حاجات تانية نصر اه اقدم افنا فيه حاجة تانية ناصر ولا خلاص طوام كده؟ برسارة أخرج ؟ ان احنا نحاول نستفيد من الوقت اللي احنا فيه يا جماعة احنا بنتكلم راسم بدران ده يعني انا فاكر اول مرة قابلته فيها لو ما كنتش مصدق نفسي فاحنا اقصدون ان احنا في جيل يعني اتيحت لنا فرص يعني التكنولوجي والتقار والكلام ده وهو دكتور راسم بدران يعني يقولك ان هو بيعود انا مش عايز اتكلم عن اسمه بلسانه هو بيعود ساعات كده على جوجل ايرف يفضل يشوف الاربان يمسك حت عشوائية كده يعني ويفضل يدور ويعرف ويقول حياتنا بعد جوجل ايرف كمصممين المفروض تختلف قبل جوجل ايرف طب احنا بلوقتي بقى مش متكلم عن جوجل ايرف احنا بلوقتي بنتكلم على الديجتال ميديا بقيت موجودة الاتاحة سهولة التواصل يعني فالكلام ده اكيد المفروض يخلينا احنا نبقى فوضع احسن يعني انت زمان عشان كنت تقرأ كتاب ولا تعمل تروح مكتبة وتبدأ دلوقت ان انت ممكن ان انت قاعد في مكانك بس هو المشكلة ان الحياة ساعات بيولد في ناحية التواصل بيخلي الانسان بس الانسان اللي عنده يعني مؤمن بمبدأ وطموح وكده بيقدر استفيد من ادوات العصر دي بشكل كويسي سمام دكتور تغريد الجوهني من المملكة العربية طبية دكتور دكتور تغريد دكتور تغريد ايوه السلام عليكم عليكم شكرا الصلاة واضح صلاة واضح حقيقة يعني المشروع اللي حضرت اليوم مشروع جدا رائع انا اشكركم على هذه الورشة القيمة واشكر كل المشاركين انا سؤالي انه الى الان العمارة عندنا بنرجع على طول بنقول نبغى العمارة التاريخية ونبحث على النماذج التاريخية احنا حبي انه هذه الحق و هذه الفترة اللي احنا عيشين فيها يقول لنا احنا بصمة من حياتنا اليومية من المواد المحلية للمسلمع عشان احنا تصير احنا يعني ما اقول لك انه احنا نكون بإذن الله بعد فترة او الاجيال الجاية بنقرخ للفترة اللي احنا عيشين فيها الان احنا الى الان كل مرة بنرجع ناخذ لماذج تاريخية ونحياء التراث طب اوكي معا بس احنا كثرنا في هالجانب نبغى نطلع بشي جديد شي مبتكر شي في له ابداع شي في له من حياتنا اليومية نبغى نبحث عن العمارة الصديقة للانسان اللي تلبي احتياجات كل المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال الصغار نبغى النسكن هذا يكون مريح من كل النواحي يلبي احتياجات الجميع الان عندنا اهتمام بالشكل اللي المباني اللي احنا فيها زحمة داخل المبنى نبغى شوية مساحات مفتوحة نبغى فراغات داخل المساكن تكون اكثر راحة جميع حاسة الان مع ازمة كورونا المساكن اللي احنا مصممينها وعيشين اللي احنا فيها مين مساكن مريحة مخصصة للضيوب اكثر من مخصصة في الاهل البيت لماكن مخصصة للنوم للراحة للمعيشة في هذه البيوت عندنا المساحاتها وكلها ضيقة لكن احنا تعالوا غرف الضيوب تعالوا للمجالات هذه المساكنة أوسع الغرف عندك هي غرف الضيوب في البيت المفروض شوي يكون في عندنا فكر كل عمارة حلو نحول هذه المباني الى مباني إنسانية مباني تلبي احتياجات الإنسان اللي قاعد في هذا المطول اليوم يعني يكون عندنا اهتمام به الجانب وطبعا أنا أشكر الجميع على هذه الورشة الرائعة جدا سعيدة جدا بوجود الدكتور راسل بدران إضافاته ومداخلاته أنا من جد يعني من الناس اللي معجبين جدا في كتاباته ومشاريعه الله يدي الصحة وشكرا لكم دكتور تغريد الجهني جامعة الطيبة المملكة العربية السعودية دكتور راسل حضرتك تحب نتعلق مبانينا وعنقطها للإنسانية يعني هو موضوع كمان يعني عندما نتكلم عن البناء إن كان بناء خاص أو بناء عام أو بناء خدمي طبعا هو يؤدي وظيفته التي يعني قددت في نطاق هذه الوظيفة لكن أنا يمكن من المنهج بحاول أبحث عنده أنا بحاول أفكك الوظيفة أفكك عنوان الوظيفة وحاولها إلى شيء بتخطى محدودية الوظيفية لهذا البناء يعني مثلا عندما ننظر إلى المسجد أنا بحاول إلى مدينة يصبح هو أقرب لبيئة فيها فيها ما يسمى المجتمع الحي وليس فقط المجتمع فقط يؤدي الصلاة هذه من الشعر الآن كثير أو مثلا عندما أنظر للبيت هو كأنه مدينة صغيرة يعني في البيت السكني هو كأنه عبارة عن مايكرو ايربن فوم اللي يتميز بوجود أفنية خاصة للرجال للنساء الخدر أو غيره يعني البيت هذا أيضا غلافه الخارجي يشكل قشرة تحتضن الذين يمروا من أمامه يعني هذه النقطة كثير مهمة بحيث أنه الذي يمر من أمام هذا البيت أو من أمام هذه المؤسسة يشعر الإنسان هذا يعني بغض نظر ما هي مرتبته الاقتصادية الثقافية الاجتماعية أنه حتى هذا الغلاف حتى هذه القشرة تخاطبه تحتضنه يعني ايش سميها تعطيه عنصر الأمان وهذا يمكن أغلب أعمالي يعني تبحث في هذا الموضوع خاصة مثلا يمكن بالرياض وخاصة بعض المساكن خاصة عملها بالرياض كان الغلاف الخارجي للسكن كان يخاطب المار أنه هذا أيضا بيتك ممكن أن تقف جنب جداره جنب زاويته فليست هي فراغات معزولة عن سياق الاجتماعي العام كيف تربط بين المجتمع الخاص والمجتمع العام معنى شكله نحن من هذه القشرة الحية وليس قشرة وظيفية ميتة أنا هذا كثير بركز عليها وهذه ممكن أحد أسباب النجاح المشيئ اللي قمنا بها خاصة برياض بالزاد السديق العزيز المهندس معاذ أبو زيد سيوجه لحضرتك سؤال معمال المصري الرائع خضر الفرنس معه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شكرا على المحضرة الجميلة بالنهاردة والدكتور الرسم شكرا جدا يا دكتور على حضورك أنا سؤالي شوية يعني يمكن ليه علاقة بال ممكن كمان بعد الحوار الضرمة بين حداقة وبين إسلام شوية جيت في بالي موضوع الـ الـ وهل منقشة فكرة سؤالي صوتك شوية معينة كده كويس السؤال يعني باختصار هل منقشة الفكرة العصبية يعني في أي مسابقة مع لجنة التحكيم مش هلقول طبعا لكل المتسابقين بس على الأقل تكون للشورت لست اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي يختير منها الفائز أو الفائزين بالمشروع هل هي ممكن يكون لها تأثير إجابي أو سلبي على المسابقة نفسها أو على المتسابق أنا هتكلم من وجهة نظر أنا كمتسابق أعتقد هي بيكون فيها استفادة بشكل جميل جداً ويكون فيها حوار ثري بما بين المتسابقين وبين اللجنة التحكيم وأعتقد يمكن الحوار اللي ظهر دلوقتي ده يعني طلعنا منه بمعلومات مفيدة على عكس مسلاً لما بنبقى مجرد أن احنا بنسمع عن النتيجة بس وخلاص بدون ما بيكون فيها أو حتى بنقرأ بس مجرد من التحكيم ولو الموضوع فعلاً مؤثر وممكن يكون فيه تأثير بشكل إنه هو يكون الناس يتعلم منه ويستفاد منه هل المسابقات ما بعد الكورونا ممكن هذا هو جزء أساسي من معايير التحكيم فيها شكراً شكراً المسابقات ما هو بالكورونا أو ما بعد الكورونا ما بعد الكورونا يعني يعني خلاني نقول المعايير التحكيم نفسها هل المناقشة نفسها نحن في المعربان الأمارة حصل مناقشة كثيرة أنا بقول لي ممكن ما بعد الكورونا أنا ما بعرف إذا كان سيكون في كورونا أخرى غير بعدها سيكون في ما يسمى البيئة المناخية أو البيئة التي تهدك بالخطر هذه النقطة والتي تؤدي أيضاً إلى تباعد اجتماعي بينك وبين الآخر هذه من جهة كيف نبحث عن سياق عمراني أو نسيج عمراني يعني يتعامل مع هذه الحالة أنا هذه النساء عم تفكر فيها يعني هي نقطة كتير مهمة ثم النقطة الأخرى أنه الكورونا أو ما طالع الكورونا أوجد ما يسمى المجتمع المصغر الأحياء المصغرة بحيث مدننا لا داع أن تكون مدن مركزية ضخمة ممكن تحول إلى قرى صغيرة يعني بحيث أنه كل حي يقدم بذاته بذاته لا في حاجة تستعمل السيارة ممكن تستعمل دراجة أو تسيق على الأقدام وهذا الذي تم بعمان وذلك استمتعنا بالكورونا في فترة أنه أصبحنا لأمر نسيب الشوارع ونتعرف على الجوار الاجتماعي الذي كان معزول في فترة طويلة من الزمن فهنا تشعر أنه ممكن تخاطر أي إنسان بالشارع تحيي ويحيي مع أنه في بعد مع أنه إذا وجدت تقييمة اجتماعية أخرى مضافة لم تكن متوفرة في فترة ما قبل من كورونا أنا بتصور أنا يمكن مشايع ما بعد الكورونا حتكون إلها منظور آخر إن شاء الله أصحاب القرار في تطوير العمراني وتطوير المدني للمدن أنه لا نركز على ما يسمى المدينة المركزية الضخمة تتحول إلى مجموعة مدن صغيرة أو ما يسمى المدينة القروية التي فيها الحي هذا ممكن يخدم بذاته بذاته أنت تعمل فيه وتسكن به وتؤدي حاجاتك منه من التسويق ومن المظائف الأخرى الحيوية في حياتك بدأ أن تذهب إلى البيج مول يعني أنا بتصور إن شاء الله يتغير هذا الشيء لأنه أنا بعتقد أنه كان في متعة أن تعيش حيك لحولك وتتعرف عليه وتصبح أنت جزء منه يعني الشيء الآخر بتصور أنه حتى البيت نفسه ممكن تحول البيت إلى أشبه بما يسمى البيت عندما تعيش بالحضر المفروض عليك وهذه تمت بشعاف كم شهر عشنا إحنا في عمال هذا الحضر الحجر الصحي الحجر الاجتماعي إنه كيف البيت تتحول أيضا إلى شيء يضيف شيء لحياتك الاجتماعي حياتك النفسية يعني يمكن تعمل حديقة في داخل البيت هذا في داخل الشقة على الدور الرابع تعمل ساحة معلقة بحيث أنه تستمتع بالهواء النقي لا تشعر نفسك أن تعيش ب ما يسميها ب يعني بسجن معزول عن بيئته الطبيعية أنا بتصور هذه نقطة مهمة هتغير من نمط البيوت هتغير من نمط الشرفات تصبحية أشبه بشرفات زراعية في حالة ما تستمتع في حضر قصري على السكان وأنا لا أعرف ما أعرف ماذا سيستجد في المستقبل من ظواهر بيئية ملاخية جرثومية تعيدنا مرة أخرى إلى كورونا ويمكن إلى حالات أسرع من الكورونا كيف يمكن أن نهيئ مدن تتحمل أو تتعامل مع هذا المستجد المجهون ولا تؤذي الإنسان بلا شخصة في أمراض في أوروبا في ناس يصيبوا بأمراض نفسي في ناس انتحروا ويمكن هذه ستنقطة عالمية أن البيت تشكل عنصر كأنه مدينة صغيرة في داخله كأنك أنت بتعمل فراغات في داخل هذا البيت بحيث أنه لا تشعر بالدجر ولا تشعر بالقهر والبعد القصري عندما تكون أنت مسجون في هذا البيت أسابيع فأكيد ستتحول ويمكن حتى الدراس بالجامعات نعم الأبحاث نعم علينا ندوات أنه كيف ننظر للبيت يعادة فهم البيت وليس الفيلا البيت الشقة السكنية والحي السكني لا تبحث عن مركزية المدينة مركزية خدماتها تصبح خدمات موزعة تفكك خدمات المدينة بحيث تصبح موزعة على أحياء صغيرة وهذا الحي يصبح قادر أن يعيش مع ذاته بمجتمعه في حد عدم استعمال السيارة يعني هذه كانت أحد أحد ما يمكن كورونا أعطتنا عدة عدة فرائد عدة نقاط يجب أن نقف عندها بتماع وتأمل ونأخذها بجد كيف يمكن من خلالها نعيد صياغة مفهوم السكن مفهوم الحياة مفهوم المدينة وما هي المدينة أخر سؤالين يا جماعة هنأخذهم دكتور أميرة ثم دكتور حسن وبعدين كل واحد من المتحدثين هيقول كلمة ختمية في مدة دقيقة بس هستأذى أراضكم تبدأوا تفتحوا الكاميرات عشان ناخد الصورة الجماعية في أثر اللقاء إن شاء الله الكلمة جلواتي السؤال مع دكتور أميرة تفضلي السلام عليكم السلام عليكم جميعا طبعا أنا بشكركوا على السرشن الرائعة دي وبشكر دكتور راسم بدران على المشاركة يعني فكرة فعلا أسرة اليوم ودكتور إسلام هي ما مش سؤال قد ما هو يعني رأيي أنا يعني أنا أولا دكتور أميرة أموز أنا أستاذ مشارك أعمال الداخلية كلتا ندسة جامعة حورس هي الفكرة نفسها أنا لما بدي أدرس أو كلنا لما بنيجي نتكلم على التراث العمراني أو بندرسه في التاريخ عامة فإحنا بنتكلم على مراحل أو حقب زمنية أنا اللي أنا أتمنى في المسابقات القادمة إن إحنا نحمس الشباب إن إحنا نعمل التراث القادم لو أنا حاجة أتخيل نفسي أو نتخيل الشباب اللي طالع دا لما يجي يدرس بعد كده هيتكلم على أي تراث في الفترة اللي إحنا عايشينها أو ممكن دا كان من الحاجات اللي جات لضم السؤال الأسئلة اللي جات لحضراتكم ودكتور راسم مشكورا رد عليها قال إن دا شيء صعب لو جينا نقنن الفترة العمرانية في مصر في فترة دي مفيش ملناش هوية في اللحظة الحالية لما يجي أنا أتكلم مستقبليا على الهوية العمرانية في الوطن العربي مثلا بالكامل في الفترة الزمنية الحالية مفيش أجي أتكلم على أي حاجة في التراث أو في التاريخ بحافظ على تاريخ من إلا من تاريخ عام كذا إلى عام كذا أما بيجي بتكلم على العمارة الإسلامية بلقلها صدى ومردود في فترات محددة لكن الشباب المعماريين حاليا لما يجيوا يتكلموا على التراث العمراني في الفترة اللي هم عاشوها وهما شباب ويجيوا أكبر ويبقوا أكبر مننا حالقهم مفيش حاجة بيحاولوا نظروها مفيش حاجة بيقولوها فأنا أتمنى أن يبقى فيه مسابقات للشباب بحيث أن هم يعملوا تراث عمراني أو يعملوا عمارة تبقى ليها صادق أو ليها مردود للزمن القادم يمكن كورونا زي ما تفضلته حضراته وقلته أن كورونا حسستنا بأهمية البيت الناس كتير قوي لما بدأت في بيتها وفي حياتها بقى البيت هو مكتبك وهو الأطالية بتاعنا وهو القاعة الدراسية بتاعتنا وبقيت حاجات كتير البيت تحول إلى دنيا أو حياة بقينا بنعاشها بصورة كاملة وبالتالي بدأنا نبصله بنظرة مختلفة عن نظرة نظرة السكن كلمة السكن بقالها معنى بقالها مردود حضراتكم فاهميني فهي الفكرة نفسها ليه إحنا من حمس الشباب أن هم يبتدوا يشتغلوا على إحياء مش إحياء التراث الماضي إحياء التراث الحالي للجيل القادم وأشكركم على حسن الاستماع شكرا دكتور أميرا دكتور حسن طضر دكتور حسن طضر دكتور حسن دكتور حسن حضرتك سمعني دي بس أأكد أيو سمعك كنت سمعني أم لا فبس أنا بس ودي أأكد مفهوم الهوية يعني في ملاحظة بسيطة جدا الهوية بتيجي بشيء تلقائي ما بديش بإفتعال يعني عندك مثال إنت لو جبت زرعة وحطتها في منطقة صحراوية أو المزروع حتيتناسى مع قبيعة الأرض أنا أقصد أقول أنه إحنا لينا كمثلا شعب مصري أو أي شعوب أخرى لينا ميزات خاصة فينا هذه الميزات لما بنعبر عنها بصورة تلقائية سليمة حيطلع من خلالها انعكاس للفكرنا وثقافتنا وطبايا يطلع هذا التمايز هي الهوية التراث لا يمكن إلغاءه لأنه امتداد لإحتياجات بشرية كان بتحل بمفاهيم وخبرات معينة تستمر وتعلم ولكن مع الرؤية الحديثة والتقدم والتواصل الإنساني هناك إفداعات تتم ومنها التقنية والتكنولوجي نبدأ عليه البعد للآخر نحن نبدأ لنتواصل عن البعد والتقنية العلمية البعيدة بالنسبة لأخونا الإسلام أنا حقيقة يعني أنا فخور بي جدا أنا عندي 40 سنة يعني أزمريت 40 سنة في المينة وعملت مدن جامعية 5 وعملت ملاك العالمية لكن أنا شايف فيه إنسان مبدع ورائه وإحنا سعيدين به وأي ملاحظات هي بس نوع من الإضافة وليست لأن المنهجين اللي بيمشي بيها حقيقة فخرة عليها لا بد إحنا ندرك يعني معايشتنا في المدينة ما هياش يعني لا يمكن إن إحنا نرى إن لما يكون لنا احتياجات يومية فلابد أن يكون لنا احتياج قربي يعني إن لما يكون هناك خدمات تتناسى مع الاحتياج اليومي احتياج إسبوعي بيكون أبعد احتياج شهري سانوي بيكون مركزي فنعمة سعيدة هتكون فيها الأشكالية وصعوبة فأنا يعني أشكركم وأنا بقول النسبة للكرونة آخر في حاجة أتكلم فيها هو عاملة زي بظبط أنا لما أعمل بيت لازم أسوي باب يحميني من الخارج الباب ده فيني أقدر أفتحه وأقدر أغلقه فالتصميم العام بسبوع ما يراعي النحية الصحية بصورة مؤقتة لكن لا يمكن أن نقول إنه هناك حيكون فيه تواصل اجتماعي فيزيكل من الناس وهناك مرض اسم الكورونا لا بالعكس هو شيء مؤقت التواصل الاجتماعي بيتم من خلال التكنولوجي إنما الحرز إنما حكون شلال مرض كورونا هو اللي حيوعينا إن إحنا تواصل مع بعض إلا من خلال التقنية تراعى القواعد والقوانين اللي تحمل الإنسان من الجهة الصحية ولكنها بتكون مؤقتة بحيث إن لو صار مشكلة بنعرف إحنا نعمل إيه لحماية البشر لكن ما فيش فيه أي تواصل فيزيكل بين الناس حيتم بالسهولة أو إن إحنا نتعارف على بعض أو كذا أنا أقصد أقول في تقول إحنا جلسة المادية الحية الجلسة بتتم الوقت من خلال التقنية التكنولوجية بارك الله فيكم شكرا شكرا أستاذنا أنا هستأذن حضراتكم المتحدثين كل واحد هيخص من بكلمة وأرجو من كل الحضور افتحوا كبيراتكم عشان ناخد صورة جماعية مع بعض تذكرنا وتذكركم باللقاء الجميل دول هنبدأ بأستاذنا دكتور راسل بدران الكلمة الختمية اللي حضرتك تحب تخطي بيها خضر يعني بتصور إنه يعني اللي حصل اليوم بعتبره كثير مهم وهو فتح باب لمنقاش في عدة قضايا حول كيف نفهم العمارة والعدران كيف نفهم التنوع الجغرافي وكيف نتعلم أو نفهم شفرة المكان وتثيره في السياغ العمراني وهذا ظهر من المشاريع اللي قدمت في المسابقات الثلاثة وأنا بهني الشاركة في هذه المسابقات وحماس الأبدو وإن شاء الله يستمر هذا الوطيرة تستمر ونصل إلى ما طرحته من المطرحات حول نبحث عن القاهرة كيف ننظر القاهرة كمختبر وهي أكبر مدينة في العالم العربي هي كانها دولة يعني بالطوع الاجتماعي والتاريخي والطبقات التاريخية كيف نناخد القاهرة كحالة دراسية من خلال وممكن وتوسعوا الحلقات بحيث يتوقف فيها مجموعة باحثين فستحق القاهرة يعني أن يعطي لها ما تستحقه فعلا يعني أنا أعتبر هذا كثير كالساء بس شكرا نشكرك أستاذنا وحضرتك نحن أفضل منك نعمل قاهرة دا ونعمل قريب على أونلاين يعني دوقت حضرتك يسمح يعني نورد حضرتك يعني 200 ميال دوقتك يسمح إن شاء الله إن شاء الله دكتور عطوب جد رأي تقدر جد أنا سعيدة جدا وضروري أشكر دكتور أحمد هارون والتيم اللي معاك وعمر سليم صح أنا قلت الاسم صح 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 أحمد هارون أبدأ بشكر كل الناس اللي وراء تحقيق الإبنت دا وبشكر طبعا لدكتور مصطفى ربيع اللي أنا ملحقتش أتكلم معهول على البناجي بالسبايا بس أنا سعيدة جدا جدا يعني بإن وصل لإنه هينفذ المشروع أو تقريبا هما بدأوا التنفيذ خلاص وعايزين أتمنى أن تسمح الظروف بزيارة البنالي وأتمنى برضو أن احنا نعمل عرض زي ما بنعمل كل سنتين كده لأن كل الناس اللي اشتركت كانت أخذت أو كسبت أو حتى المشاريع اللي أنا شايفة أنها تستاهل لأن كان فيه مشاريع تستاهل يعني بصراحة يعني ما أخذتش حقها فعايزين نعمل إفنت اللي ده إن شاء الله فضار باللبانة بشكر كمان دكتور راسم بدران أستاذنا كلنا فلا يفوتني أبدا شكر على وعده بالحضور وفعلا إنه صدق وحضر شكرا جزيلا لكم جميعا والشكر موصول لإسلام وشكرا للدكتور حسن شكرا شكرا دكتور مصطفى ربيع كبزا شكرا شكرا مصطفى 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 ربيع 8 طب بشكر 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 ربنا يكلمكم على المجهود والتنظيم بصراحة كل شيء جميل ودخول الدكتور راسم بادران يعني خليها أجمل وأجمل أحب بس أختم بكلمة ساعات ناس كتير بتسأل ليه بنخش مسابقات وليه بنبذل ومعظم الحاجات ما بتتبنيش في الآخر أنا ببين الدكتور راسم بادران موجود هنا هو يشهد على الكلام ان هم لما جاء من ألمانيا ويشتغل في مسابقة الجامع الكبير في بغداد هو فاس بالمسابقة للأسف الجامع ما تبناش معنى كنت شايفه ان هو من أعظم أعمال دكتور راسم بادران يعني بس بعد كده في التجربة نفسها اعتقد التجربة فادته في أسر الحكم صح دكتور؟ أيها فهو الفكرة سبحان الله يعني هو الأفورت اللي بزل حتى في الدين كده بقول في أتبع سبب الواحد بياخد السبب وما بيعرفش الأفورت اللي بيعملو ده ممكن يوصله لفين فهو احنا أنا بعتبر كل اللي بنا بعمله ده مرحلة التجريب والابتشاف والبحث عن الزاد والبحث عن عن القيمة في العمل إلا ما هيجي في يوم اللي قام إن شاء الله يعني يكون التجربة دي سبغت وخدت شكل يعني يعني من التعلم أكتر فيبقى التطبيق يعني أنا بقول دايما العمارة مسئولية وأنا لا أتمنى يعني ولا أطلب من الله أن أنا أشيل مسئولية مبنى أنا يعني أحسب عليه بعد كده فأنا يعني أحب أفضل أعمل كده يعني أفكار وتجارب وخبرات لغاتبة الواحد يسقل ولو ربنا قدر وشاء إن الحاجات دي تتبيني وتشوف النور في وقت ملاقات خير وبركة ما إلا من يقدر لها مخسرناش شيء يعني الحياة كلها عبارة عن تجارب يعني وأشكركم وشكرا جزيلا وعايز أوضح لكم حاجة أنا استفدت من كل المدخلات وكل التعليقات والله جدا جدا وبصدر راحب وأنا من الناس اللي يعني بنبسط جدا لما حدي بيعلع على الشغل لأن دا فيه إضافة للجاية إن شاء الله وشكرا جزيلا سيدك الله علما وطلقا هنا بشماني بقى د. مصطفى مشكلة لمايك تحل بقى 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 من أبحاثها وشغلها وشغلها احنا تمام بنعلمه للطلبة كمان عندنا إسلام الحقيقة بص إحنا متشرفين بك صراحة في كل العالم يعني أنت مثل مشارك لمصر وربنا وفائك ويزيدك يا رب إن شاء الله حابب بس قبل ما نمشي نشكر للدكتور أحمد قرون على الدعوة وعلى الإبنت الحلو ده وكل التين طبعا والحقيقة النهاردة زي ما قلت لكم إحنا دائما بنتعلم فالإبنت كان النهاردة إحنا كمان نتعلمنا منه يعني أنا عايز أقول لكم خدت كمية نوتز وكتبت كيووردز من وراء كلام الدكتور راسم وإسلام ودكتورة عفاف ومن وراء كمان الأسئلة التي تسألك يعني عايز أقول لك أنا إيه الآن عندي حصيلة هتتعلم بالطلبة عندنا يعني كمين شهر كمان قداما إن شاء الله يا رب دائما دكتور رحمد هارون تبقى مجمعنا دائما في حالات مفيدة ويا رب كل الحضور يكونوا استفادوا ويا دكتور عفاف أنا معاك طبعا حضرتك أنا من فكرة إحنا نعرض كل الأعمال النجحة للبناء في ضرب اللبان دي فكرة كويسة جدا وفعلا أنا معاك برضو لأن في مشاركات في نفس السنة اللي إحنا شاركنا فيها كانت برضو مشاركات مشرفة وفعلا ما نخدرتش حقها ولكن يمكن اللجنة التحكيم أكيد لها نظرة ويمكن السيم نفسه دي نظرة مختلفة فده ما ينعش إن كل اللي كانوا مقدمين يعني كل الناس اللي اترشحوا اللي كان الناس اللي كان الناس واختاروا يمكن اتناشر وصف من اتناشر اختاروا واحد كل الاتناشر اللي اتصفوا كلهم أعمال مشرفة جدا يعني افتحت كتير فإننا هتلاقيهم كلهم مشرفين يعني في الخير وفي حاجات تنفيذة تهيد البلد وتهيد العمل شكرا شكرا طيب أولا لازم نشكر المستضيف لنا دائما مجموعة بيم أريبيا المهندس عمر سقيم المهندس محمد وكلمة بيم أريبيا اللي دايما مستضيف لنا وكرة من معانا بوقتهم ومجهودهم ومجدهم الله خيرا يعني وخضى بشاندس عمر بقى كلمة بيم أريبيا قبل ما نختم وكمية معلومات رهيبة وكمية استخاذة رهيبة جدا ألف شكرا دكتور وشكرا لكل الحضور ومجازلكم لكل خير نحن هنازل بس هنازل بس هنازل بس الناس تكتب رأيات المحاضرة عساسة تطلعهم مشاهدة إن شاء الله هنازل الفورم يا جماعة تكتبوا المقترحات وفريق بيم أريبيا وفريق أريبيا هنازلوا لكم مجهات الصفحات عشان تتابعوا الإفنتات الجاية إن شاء الله وإحنا يعني نشكركم جميعا طبعا وهما دلوقتي بيأخذوا صور سكرين شوتس للكاميرات اللي محطوطة تمام ومستقسم حضراتكم برضو إحنا إن شاء الله السلسلة بتاعة المسابقات تساوي خرص هذه السلسلة ده الراوند رقم اثنين إن شاء الله هنريدها نتكلم إن إحنا إن شاء الله هنحاول كل الإسبوع نركز على تيم نركز على فكرة نركز على بوضوع آآ تنورونا وجلاتنا وقايرا عنا جميعا يعني وكلنا تعلمنا من حضراتكم وأتمنى يعني أنا من خبرتي أنا عشان عشت في الصين 8 سنوات وتحولت الدراسة في الصين ودوقتي الزمل اللي بيشاركوا في المسابقات عارفين إن الدراسة بقى جزء منها المصادقات بقى جزء من تقييم الطالب الأشيف منت بتاعتي فبيأهلوهم من بدري قوي 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 والزمل اللي بيشاركوا في المسابقات عالمية عارفين دول فأتمنى إن التعليم المصري بزياد بقى بحكم الانتماء ينتقل من المرحلة دي ونتمنى نستفيد وما فيش باوندري دي وقت ونتعلم وخصاً على دكتور مصطفى كنا زمان بنركب من محافظة لمحافظة عشان لوح مكتبة نجيب كتاب بالوقتي عندنا خرصة ذهبية نتكلم حد عالم جليل وأستاذ فاضل زي دكتور راسم زي دكتور عفاف وهندس عالمي زي بشوهندس اسلام أو دكتور عالمي زي دكتور مصطفى بالنسبة لطلابنا لإن أنا شايف إن في طلاب كتير منهم ناساً أعرفكم أنتم في قرص غير محدودة ما تخددتكم السماء زي ما يقولوا وكل سماء وفضلتهم طيبين ونورتونا جميعاً اللينك بتاع الفورم هينزل على الشات وإكتبوا مقترحاتكم وإحنا على فكرة بنحترم اقترحات الناس كلها وبنطور كل مرة بشوانس إسم معاذة أبو زيد إحنا عايزين نورتك أنت عمل تهرب مننا ففرصة يعني أنك نجيبك على الملأ وتوعدنا أنك تعمل معنا هو فين؟ أنا مقدرش أهرب منك أنا تحت أمرك الله أنا تحت أمرك في أي وقت إن شاء الله إن شاء الله طيبين نورتنا يا دكتور الراصم وعلى أسنا من فوق وأهل الأردن كلهم بخير والسعودية وسوريا ومصر والعراق وكل بلادي من سوريا وصلا طيبين هنصيب الإفنت مفتوح عشان الناس تعمل الفورم وجزاكنا الله خيراً وكل صلا طيبين طيب موسيقى دعني أركز بيس خرطوا الصور علي تستيح الكاميرا علي برضو الأخوان يشوفوني حضرتك فيفتاحها منعلك حكما في الكاميرا منعلك مفتاحة ما بيقبالش نعم أخبر حسن حاول حدي يا شخص مفتاحه ما هم بيضايح طيق حدر شوف كوي، سمح لي بس عشان بس ناخدد صورة فتخلي حضرت كوهوست عشان ما بأش فيه مشاكل خلص افن ما بههمتش حبيبي حضرت جربت كده جربت تاني. ايوة تمام. اه. تمام. نورتنا يا دكتور حسن واسعدتنا بوجود حضرتك ودايمة. انا معرفش بانه ولا لا? لا حضرتك قفلتها تاني. اه بس بس قفلتها تاني. انا فتحت وقفلت تاني. حضرتك دوس عليها ضغطة واحدة. طريب حبيبي. كده تمام. اه هتتمل ده. الله يحفظك. باش مواندس معايز احرجك علني ولا خلق الكلب. اوعدك. ما بنسدق اني لواندس معايز. اوعدك. ربنا يجزيك يا دكتور حسن الخير وانورتنا الفندم. اجزيكم الخير يا جماعة. انا سأزنكم اللي عايزة يقفل الكاميرات والعايزة يعمل الفورم. رائعة هي سعيد جدا بهذا التواصل رائعة. حضرتك يعني اكثر من مرحب بيك يعني مش عارفين نعفل لك ايه? احنا في الصعيد بقى بما انت صعيدي المفروض نتباح لك يعني. احنا في الصعيد لازم نتباح لك يعني. نورتنا ده. نورتنا. الله خلينا. اه المحاضرين احنا قدنا نسأله على البرزنتيشن لو حد من المحاضرين حاب يرفع البرزنتيشن بتاعتو هنرفعها يا جماعة عشان اسئلة اللي عمالت اي محاضر هيسمح بان البرزنتيشن تعوه تويته رفع الليل هنرفعها على كوبه عشان في كتير من الشباب بيسألوا على البرزنتيشن دوارت المصطفى السلام عليكم يا جماعة شكرا 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 اشتركوا في القناة